إبراهيم نشأته فضله ومكانته المرحلة الأولى من الدعوة دعوته لأبيه آزر وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فحديثنا في هذه الليلة عن أبي الأنبياء عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى عنه إنه كان أمة عن القانت الحنيف الأواه الحليم المنيب خليل الرحمن إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر نبي الله إبراهيم في كتاب الله تبارك وتعالى تسعاً وستين مرة واختلف أهل العلم في اسم أبيه الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أن اسم أبيه آزر كما قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر وكذلك جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني فيقول لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فاليوم لا أعصيك عندها يقول إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزن أخزى من أبي الأبعد فيقول الله له إني حرمت الجنة على الكافرين وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه فالذي جاء في الكتاب والسنة أن اسم أبيه آزر والمشور في كتب الأنساب وفي كتب أهل الكتاب أن اسم أبيه تارح فجمع بعض أهل العلم هذا بقولهم لعل أن أحد الإسمين لقباً والآخر اسم فيكون اسمه آزر ولقبه تارح أو العكس أو يكون له أكثر من اسم وأياً كان فإن هذا لا يهم كثيراً والعم قيل إنه آزر عماً لإبراهيم وهو الذي رباه فسماه أباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم عم الرجل صنو أبيه يعني كأبيه فسماه أباً من باب الإحترام والظاهر من هذا ومن نصوص القرآن الكريم أن آزر أب صريح لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه نشأ إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في العراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها من دون الله تبارك وتعالى بل قيل إنهم كانوا صابئة يعبدون الشمس والقمر والكواكب وأياً كان فعبادتهم للأصنام جاء النص عليها في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر أن أبا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كان نجاراً وكان ينجر الأصنام وكان أحياناً يعطيها لولده إبراهيم يأمره أن يبيعها فيخرج بها وهو صغير إلى السوق فينادي بالناس من يشتري ما يضر ولا ينفع وكان أحياناً يذهب بها إلى الماء فيغطس رأسها في الماء ويقول اشربي متهكماً بها صلوات الله وسلامه عليه ومن نظر في الكتاب والسنة يتبين له أن الله تبارك وتعالى لم يذكر لنا ولا النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً عن نشأة إبراهيم لا عن بلده ولا عن زمانه ولا عن نشأته من الصغر كيف نشأ كيف ربي لم يذكر شيء من هذا وإنما أول ما ذكر عن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هو أنه جاء وخاطب قومه في عبادتهم للأصنام انتسب إلى إبراهيم أربع طوائف فانتسب إليه المسلمون وانتسب إليه اليهود وانتسب إليه النصارى بل انتسب إليه المشركون كل هؤلاء انتسبوا لإبراهيم فهو إذن عامل مشترك بين الجميع فالكل يعظم هذا الإنسان صلوات الله وسلامه عليه ولذلك نبه الله تبارك وتعالى كثيراً في كتابه العزيز على وضعية إبراهيم ومن الذي يستحق أن ينتسب إلى هذا الرجل صلوات الله وسلامه عليه أما اليهود فقد قال الله تبارك وتعالى أم تقولون يخاطب أهل الكتاب أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصاراً قل أأنتم أعلم أم الله وقال سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان يهودياً ولا نصرانياً كما قال الله تبارك وتعالى ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين فكان صلوات الله وسلامه عليه متحنفاً عن الشرك ومتحنف عن الشرك أي منحرف عن الشرك إلى الإيمان والآيات التي تبين حقيقة دعوة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كثيرة جداً في كتاب الله تبارك وتعالى فمنها قول الله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قالتاً لله حنيفاً ولم يكن من المشركين شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وقال جل ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين وقال سبحانه وتعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين وقال وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فنبه الله تبارك وتعالى كثيراً في كتابه العزيز على هذه القضية المهمة وهي أن إبراهيم ما كان مشركاً ولذلك لما فتح الله تبارك وتعالى على نبيه مكة شرفها الله دخل الكعبة فوجدهم رسم إبراهيم وإسماعيل صلوات الله وسلامه عليهما وهما يستقسمان بالأزلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما استقسم بالأزلام أبداً ما كان مشركاً أبداً وإنما كان حنيفاً مسلماً نبه الله تبارك وتعالى وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم كثيراً على فضل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما فمنها أولاً الاصطفاء فقال الله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وأتم نعمته عليه كما يقول يوسف ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ثم هو نبي صديق كما قال الله جل وعلا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً ثم هو صالح وصفه الله بالصلاح فقال سبحانه وتعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم وصفه الله تبارك وتعالى بأنه أواه حليم منيب فقال إن إبراهيم لحليم أواه منيب ثم وصفه بسلامة القلب فقال إذ جاء ربه بقلب سليم وآتاه الله رشده وهو صغير فضلاً من الله ومنه سبحانه وتعالى وقال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ثم رفع الله درجته فقال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ثم اتخذه الله خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا ثم كذلك وفى ما عليه فقال الله سبحانه وتعالى وإبراهيم الذي وفى أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله وسلم عليه فقال له يا خير البرية فقال له صلى الله وسلم عليه ذاك إبراهيم خليل الله وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله وسلم عليه وفي حديث المعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة مسنداً ظهره إلى البيت المعمور بدأ نبي الله إبراهيم دعوته بأبيه وتلطف معه أعظم التلطف وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقرب فبدأ بأقرب الناس إليه وهو أبوه ولم يذكر الله تبارك وتعالى لنا شيئاً عن أمه وإنما ذكر لنا أباه فتلطف في الدعوة مع أبيه كما قال الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً ولم يقل له يا أبتي إنك جاهل وإنما قال مع أن الكلام مفهوم كذلك وإنما جاء بعبارة لطيفة فقال جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً وعبادة الشيطان هنا مع أن أبه كان يعبد الأصنام وينحتها عبادة الشيطان هنا عبادة الطاعة وهذا ما يسمى بشرك الطاعة كما قال الله سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين أي ألا تطيع الشيطان وهذا ما يسميه أهل العلم بشرك الطاعة أي قدم طاعة الشيطان على طاعة الرحمن سبحانه وتعالى ثم قال إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً نعم كل كافر فهو ولي للشيطان كما قال الله تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه وقال فقاتلوا أولياء الشيطان وقال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وكلمة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لأبيه هنا تضمنت كما ترون النصحة والرفقة والنين ومحبة الخير وإقامة الحجة على أبيه لينقذه من عذاب الله تبارك وتعالى ومن الضلال إلى الهدى هكذا كانت دعوة إبراهيم صلوات الله وسلامه فكيف كان رد أبيه قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا إبراهيم يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي وأبوه يقول يا إبراهيم ولم يقل له يا بني قسوة يجدها الكافر في قلبه حتى كلمة بني لم يقلها لإبراهيم وإنما ناداه باسمه دلالة على القسوة التي في قلبه عليه وذلك وصف الله تبارك وتعالى الكفار بأن قلوبهم قاسية ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك هناك رفق ولين ونصف وحرص وهنا لأرجمنك ثم زادت هذه القسوة وقال أهجرني فطلب الهجر من إبراهيم ثم أي هجر قال أهجرني مليا أي هجرني هجرا طويلة لا أريد أن أراك لا أريد أن أسمعك أهجرني مليا طلب من إبراهيم أن يتركه وآلهته عندها قال إبراهيم صلوات الله وسلامه سلام عليك نعم سلام عليك وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ما صار خليل الرحمن ولا صار أبى الأنبياء ولا صار من أولي العزم من الرسل ولا نال هذا الفضل العظيم عند الله تبارك وتعالى إلا بهذا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا سلام عليك وهذا مصداق أمر الله تبارك وتعالى للمؤمنين في تعاملهم مع الجهال وذا قال الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين فطبق نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هذا الأمر فقال لأبيه سلام عليك ثم قال سأستغفر لك ربي وهذا وعد من إبراهيم صلوات الله وسلامه وعد أباه قال سأستغفر لك ربي وقد وفى صلوات الله وسلامه عليه بهذا الوعد فقال واغفر لأبي إنه كان من الضالين فوفى إبراهيم قال سأستغفر فاستغفر لأبي فقال واغفر لأبي كما في الشعراء إنه كان من الضالين ولكن لما تبين لنبي الله إبراهيم أن أباه عدو لله تبارك وتعالى تبرأ منه قال الله جل وعلا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم لما استغفر إبراهيم لأبيه وهو على شركه وضلاله وكفره اقتدى المسلمون بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فاستغفروا لموتاهم من المشركين واستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لعمه لعمه أبي طالب وكان يصلي على بعض المنافقين إذا ماتوا صلوات الله وسلامه عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وقد أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالاقتداء بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ثم استثنى الله تبارك وتعالى هذه القضية إلا استغفار إبراهيم لأبيه فقال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء هذه لا مستثنى في هذه لا تقتدوا بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فمنعهم الله جل وعلا من الاستغفار للمشركين وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرع لهم إذا لا تقتدوا به في هذه وهي استغفاره للمشركين لأنه إنما كان عن موعدة ثم ترك ذلك إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه إذا نبقوا أنتم على ما ترك إبراهيم وهو عدم الاستغفار للمشركين كذلك قال إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لأبيه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين أصنام أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وقال سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثين التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين وقال إبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون هذا حديث إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لأبيه يحذره من الشرك الذي وقع فيه والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وابارك عن أبينا محمد المرحلة الثانية من الدعوة دعوته لقومه وإقامة الحجة عليهم تكذيبهم له تكسيره للأصنام إلقاؤه في النار الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ثم تأتينا المرحلة الثانية من دعوة إبراهيم صلوات الله وسلامه على الأله وهي دعوته لقومه فقال جل وعلا في ذكر المناظرة التي جرت لإبراهيم مع قومه فقال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الأفل فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة أي بارزة ظاهرة قال هذا ربي هذا أكبر أكبر من النجم وأكبر من القمر هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن موقف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه من هذه الكواكب موقف مناظرة لا موقف نظر ما شك إبراهيم أبدا في الله جل وعلا ولا فكر يوما أن النجم يمكن أن يكون ربا أو أن القمر يمكن أن يكون ربا أو أن الشمس يمكن أن تكون ربا أبدا وإنما هذا على سبيل التنزل في المناظرة مع قومه وهذا أمر شائع في المناظرات وإذلك قال بعدها تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه إذن هو أراد أن يقيم عليهم الحجة وما أراد أبدا أن هذا إله من دون الله تبارك وتعالى أو رب خلق وصور وسوا وكأن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه قال لقومه تعالوا فالمنظر هذا النجم هل يستحق أن يكون ربا هذا القمر هل يستحق أن يكون ربا هذه الشمس هل تستحق أن تكون ربا أفلا أفلا أفلت أي غاب النجم غاب القمر غابت الشمس ولا ينبغي لرب أن يغيب سبحانه وتعالى والمناظر قد يقول شيئا وهو لا يعتقدهم من باب الإلزام ولذلك سيأتينا قول إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لقومه لما جاءوا وكسر أصنامهم قالوا أنت فعلت هذا بآليتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقهم فهذا على سبيل المناظرة لا على سبيل الاعتقاد فهو أراد أن يلزمهم وأن يقيم عليهم الحج صلوات الله وسلامه عليه وفي قوله هذا ربي يحتمل أن يكون هذا من باب الاستفهام فكأن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه جلس مع قومه فلما رأى النجم قال لهم هذا ربي بإسقاط الهمزة أهذا ربي أهذا تزعون أنه ربا فلما غاب طلع القمر فقال أهذا ربي فلما غاب طلعت شمس قال أهذا ربي وهو لا يقولها على سبيل التقرير وإنما يقولها على سبيل الاستفهام على وجه التوبيخ والتحقير لرأيهم كما في قول الله تبارك وتعالى أفئم ميت فهم الخالدون أي إذا ميت أنت هم يخلدون أنت تموت وهم ميتون فهذا يكون على سبيل التوبيخ في الاستفهام لا على سبيل أنه يعتقد هذا الأمر والدليل على أن إبراهيم لم يشك من أوجه منها أولا أن الاعتقاد بأن النجم رب أو أن القمر رب أو أن الشمس رب كفر والأنبياء معصومون عن الكفر وقد نبهنا على هذا في أول جلسة وقلنا أجمعة الأمة على أن الأنبياء معصومون من الكفر ومن زعم أن نبيا كفر بالله تبارك وتعالى فهو الكافر والعياذ بالله ثم كذلك إن إبراهيم قال لهم في البداية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين ثم قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي الآيات إذن هو في البداية أنكر عليهم أنكر عليهم أن يعبدوا غير الله تبارك وتعالى ثم إن هذه الآية إنما كانت بعد أن أراه الله تبارك وتعالى ملكوت السماوات والأرض أي عظمة خلق الله جل وعلا فالله تبارك وتعالى أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين ثم قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فالذي أراه الله ملكوت السماوات والأرض لا يمكن أبدا أن يشك بأن النجم رب أو أن القمر رب أو أن الشمس رب ثم كذلك قوله تعالى في آخر هذه الآيات وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم فدل على أنه أراد أن يقيم عليهم الحج لا أنه اعتقد ذلك صلوات الله وسلامه عليه ثم إن الله نفى الشرك عن إبراهيم في كثير من الآيات فقال وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ في آيات كثيرة وهذا يسمى بنفي الكون أي لم يكن ولن يكون أبدا من المشركين فلم يكن إبراهيم يوما ما من المشركين وهذا نص من الله تبارك وتعالى إذ يستغرق جميع الزمن الذي عاش فيه إبراهيم لم يكن فيه مشركا أبدا صلوات الله وسلامه عليه نرجع إلى قصة إبراهيم مع قومه يقول الله تبارك وتعالى إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئذ كن آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون وهنا في قول الله تبارك وتعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم وذلك أن قومه أرادوا أن يخرجوا إلى عيدهم كما ذكر أهل السير والتاريخ أنهم أرادوا أن يخرجوا إلى عيدهم وطلبوا من إبراهيم أن يخرج معهم صلوات الله وسلامه عليه فقال إني سقيم نظر إلى السماء نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم من المعلوم من الدين بالضرورة ومعنى بالضرورة أي لا يُعذر أحد في جهله من المعلوم من الدين بالضرورة أن الأنبياء صادقون في كل ما أخبروا به صلوات الله وسلامه عليه عن الله عز وجل وأن من كذب نبيا في خبر فهو كافر من كذب نبيا في خبر فهو كافر بالله تبارك وتعالى فهل كان إبراهيم سقيما أي مريضا وهل يجوز أن ينسب إليه الكذب صلوات الله وسلامه عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات في قوله إني سقيم وفي قوله بل فعله كبيرهم هذا وفي قوله عن زوجته عند الملك الظالم إنها أختي هذه ثلاث كذبات تنسب إلى نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بل قد جاء في الحديث الصحيح حديث الشفاعة أن الناس يذهبون إلى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فيقول له أنت خليل الله اشفع لنا عند ربك فيقول صلوات الله وسلامه عليه إني قد كنت كذبت ثلاث كذبات وهذا الحديث متفق عليه فهل يجوز أن ينسب إلى إبراهيم الكذب صلوات الله وسلامه عليه النبي الذي هو من أعظم الناس تعظيما لإبراهيم صلى الله وسلم حتى قال لما قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم فنزهه صلى الله وسلم وكثيرا ما كان يمتدح بنسبته إلى إبراهيم بل إن الله كثيرا ما كان يقول له اتبع ملة إبراهيم اتبع ملة إبراهيم فكان يمتبح نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بل إن إبراهيم نسب هذا إلى نفسه وقال كذبت ثلاث كذبات وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب في ذات الله فكيف يحمل هذا الكذب قال أهل العلمي أولا هذه الكذبات الثلاث إنما كانت قبل النبوة كل هذه الكذبات التي نسبت إلى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه إنما كانت قبل النبوة وهذا إنما كان من باب الفطرة أي فطرة إبراهيم كانت سليمة ولذلك لما كان يبعثه أبوه ليبيع الأصنام كان يقول من ذا الذي يشتري ما يضر ولا ينفع وكان ينكر على قومه عبادة الأصنام وذلك قبل النبوة ولذا يأتينا عندما يكسر إبراهيم الأصنام ماذا يقول قومه عندما يجدونها مكسرة يقول سمعنا فتى فتى يذكرها يقال له إبراهيم إذن هو غير معروف هو فتى أي صغير ثم هو غير معروف يقال له إبراهيم ولو كان قد بعث إليهم ما كانوا يقولون فتى يقال له إبراهيم فهذا أولا وكذا الأمر بالنسبة لقوله بل فعله كبيرهم لأنها في قصة واحدة وكذا في ذهابه إلى ذلك الملك قالوا كذلك يكون قبل بعثته صلوات الله وسلامه عليه والجواب الثاني أنهم قالوا إنما قال هذا من باب التورية خاصة عندما قال إني سقيم إذ لا يلزم أن يكون يريد المرضى الذي هو علة في الجسد وإنما هو سقيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله أي العذاب النفسي يتعذب لأجلهم لأجل ما يرى ما هم عليه من الضلال قالوا إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه وكذلك يكون أني سقيم مما أراه منكم من ضلال سقيم مما أراه منكم من باطل ومن كفر بالله وعبادة للأصنام التي لا تضر ولا تنفع بل تضر ولا تنفع فيكون هذا من باب التورية لا من بابه الكذب وكذا قوله بل فعله كبيرهم هذا إنما قاله لهم من باب الاستهزاء والتحقير لهم وإذا قال بعدها فاسألوهم إن كانوا ينطقون اسألوهم هل كسرت من كسرها اسألوا هذا الكبير هل هو الذي كسر أو لا وأما قوله لزوجته إنها أخته فإن هذا على سبيل دفع أعظم المفسدتين وذلك أنهم ذكروا أن ذلك الملك إذا عرف أن لها زوجا قتله وأخذها لنفسه فيذلك دفع إبراهيم أعظم المفسدتين بأخفهما فكذب وقال هي أختي لينجو من القتل وتنجو هي من الاغتصاب وهذا عين العقل بل هذا هو الواجب في الشرء أن الإنسان إذا اعترضته مفسدتان ولا بد من الوقوع في إحداهما فإنه يقدم أخف المفسدتين ولذلك لو دخل بيتك رجل مظلوم وخلفه من يريد أن يقتله أو يؤذيه ثم جاء واختبأ عندك وجاء ذاك وسأل قال أين فلان قلت له والله لو لا أن الكذب حرام لقلت إنه غير موجود هو في الداخل أنت آثم ومجرم بفعلك هذا لأنك عرضته للقتل بجهلك إنه لا يجوز الكذب بل إن الكذب هنا واجب لتدفع القتل عن أخيك فالقصد أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه إنما قال هذا من باب دفع أعظم المفسدتين ولذلك لما دعا إبراهيم قومه إلى عبادة الله تبارك وتعالى لم يقل له قومه إنك تكذب وما اتهموه بالكذب لأنهم ما فهموا أبدا أن في قوله إني سقيم وأن في قوله بل فعله كبيره ماذا أنه كذب بل فهموا أنه أراد إلزامهم بالحجة صلوات الله وسلامه عليه ثم كذاك ليس فيه أنه خاطبهم بهذا فقال لهم إني سقيم بل قالها في نفسه إني سقيم أي مما أراه من ضلالي أوي خرج قومه إلى عيدهم وإبراهيم في حرطة على ما يفعله قومه قال الله تبارك وتعالى فراغ إلى آلهتهم أي مسرعا متخفيا فدخل على الآلهة فوجدها في بهو عظيم أي مكان متسع وضع لهذه الآلهة وقد وضع لها الطعام فراغ إلى آلهة فدخل عليها وجد هذا الطعام وهذا المكان والطعام كما هو ما تغير فقال لهم ألا تأكلون وهذا يفعله بعض الجهال الآن يذهبون إلى المقابر ويصبون الحليب ويضعون البسكويت والطعام عند قبر الميت يشاركهم في الطعام هؤلاء يقال لهم كما قال إبراهيم بهذه الأصنام ألا تأكلون فجاء إلى هذه الأصنام فقال ألا تأكلون كلوا وضع الطعام لأجلكم فكلوا ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون قولوا لا نريد قولوا لا نأكل قولوا لا نجوع قولوا نحن آلهة ما لكم لا تنطقون عبروا عن رأيكم ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا اليمين أي كثرها صلوات الله وسلامها فأقبلوا إليه يزفون فواجههم وقال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم يقول الله تواركه وتعالى فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفل ويقول سبحانه وتعالى واتل عليهم نبا إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وقولهم عندما قال لهم إبراهيم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا هاي يسمونها حيدة حيدة اي حادوا على الجواب هو ما قال لهم هل كان يعبدها اباؤكم او لا انما قال لهم هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون المفروض الجواب ان يقولوا ايش نعم او لا لكن ماذا قالوا قالوا بل وجدنا اباؤنا كذلك هذا اقرار واعتراف منهم انها لا تنفع ولا تضر ولا تسمع وذاك يقول الله تبارك وتعالى ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثين التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا اباؤنا لها عابدين قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن الذي ربس الله بانه سيكيد هذه الاصنام يقول ان يعبد احد غيره سبحانه وتعالى فابراهيم كسر جميع الاصنام الا كبيره لعلهم اليه يرجعون كما ان هذا الكبير غار على هذه الاصنام ان تعبد فالله يغار ان يعبد غيره سبحانه وتعالى وهنا في قوله وتالله هذه وتالله حلف تقول والله بالله تالله لله الله هذا كل اقسام تقسم قال وتالله يقسم صلوات الله وسلامه لأكيدنه اصنامكم وهنا قال بعض اهل العلم انما قال ابراهيم هذا في نفسه يعني ما قال اهلهم كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لاخوته لما قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شروا مكانا هذه ما قالها ما سمعوها وانما قالها في نفسه انتم شروا مكانا وكذلك ابراهيم هنا قال تالله لاكيدنه يحدث نفسه تالله لاكيدنه اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فاذا اما ان يكون قالها في نفسه صلوات الله وسلامه عليه وانما انه اسمعهم واذاك سيأتينا قول الله تبارك وتال عنهم انهم قالوا سمعنا فتن يذكرهم قالوا له ابراهيم اي هدد بكسر هذه الاصنام رجعوا فوجدوا الالهة مكسرة محطمة جدادا كما اراد ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فأتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدوا سمعنا فتن يذكرهم اي يذكرهم بالعيب والنقص يتنقص هذه الاصنام هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون يتنقص هذه الاصنام سمعنا فتن يذكرهم اي بالنقص والعيب يعيب هذه الاصنام قالوا فأتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون هذا الذي يريده ابراهيم يريد ان يتكلم على اعين الناس مع السحرة قال موعدكم يوم الزينة يوم العيد وأن يحشر الناس ضحى حتى يرى الناس وغلام الأخدود كذلك عندما أراد الملك قتله ولم يستطع قال له غلام الأخدود إذا أردت قتلي ففعل ما أمر اجمع الناس ثم فعل كذا وكذا فهو يريد هذا الأمر إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو أن يحضروه على أعين الناس حتى يقيم الحجة على الجميع صلوات الله وسلامه عليه جمعوا مع الناس فقالوا لا أمام الناس أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا وأشار يا الصلم الكبير بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون وإن كانت لكم عقول تعقلون ما تقولون فاسألوهم إن كانوا ينطقون يقول الله تبارك فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون كلامه صحيح أنتم الظالمون لماذا تركتم الآلهة بدون حراسة وتركتم إبراهيم يكسرها أنتم الظالمون تستحقون ما أصابكم لأنكم تركتم الآلهة بدون حراسة عندها قالوا إنكم أنتم الظالمون وهذا ما أراده إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بأنهم كما اعترفوا أمامه قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أرادهم أيضاً يعترفوا أمام الناس مرة ثانية أن هذه الآلهة لا تنطق وإذا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فاعترفوا أمام الناس وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فقامت عليهم الحجة ومن هذا أخذ أهل العلم في قول إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون وقوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون أخذ أهل العلم من هذا أن الله تبارك وتعالى يوصف بالسمع والكلام سبحانه وتعالى لأن إبراهيم عاب على الآلهة أنها لا تسمع فعيب على إله أن لا يسمع وعاب على الآلهة أنها لا تتكلم لا ينطقون فعيب في الإله أن لا يتكلم وإذا أخذ أهل العلم من هذا أن الله تبارك وتعالى يوصف بالسمع ويوصف بالكامل من آيات أخرى كذلك أثبت له هذا ولكن عيب في الإله أن لا يكون في هذا أو ذاك قال إبراهيم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتك آلهة هي التي تصنع آلهة يقدم لها الطعام آلهة تحرس آلهة تنصر ما فائدة هذه الآلهة هي تنصر هي تحرس هي تطعام هي تبنى هي تصنع ما فائدة هذه الآلهة ولكن الإنسان مفطور على أن يعبد إن لم يعبد الله عبد غيره رغما عنه ولو كان إلها يصنعه هو ولو كان إلها يطعمه هو ولو كان إلها يحرسه هو وإن كان إلها ينصره هو لكن يريد أن يعبد لا يستطيع أن لا يعبد وأنتم تعلمون الآن أن هناك من يعبد الفأر وهناك من يعبد النملة وهناك من يعبد الحجر والشجر والشمس والقمر والسعيد من وفق إلى عبادة من يستحق أن يعبد وهو الله سبحانه وتعالى انصروا آلهتكم ولذلك ذكر عن بعضهم من كفار قريش أنه رأى إلهه من بعيد وإذا عنده ثعلب يبول عليه يبول على الصنم فأخذته غيره على إلهه فصار يرك فلما رأاه الثعلب فرق فوصل إلى الإله وإذا البول فوق رأس إلهه صنم فنظر إليه ثم فكر قيم وقال أرب يبول الثعلبان برأسه يشهد الرب رب يبول عليه ثعلب والثعلب من أحقر الحيوانات عند العرب قال أرب يبول الثعلبان برأسه فقبح من رب يشهد الرب قبح من رب ثم نظر إلى نفسه وقال وقبح عابده يشهد الرب رب ينصر رب يحمى يشهد الرب ما فائلة هذا الرب حينما هزموا وأقروا بهذه الهزيمة وأقام إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم الحجة لجأوا إلى القوة وذلك أن نبي الله إبراهيم ألزمهم أحد أمرين لما قال لهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون واحد من أمرين إما أن يقولوا صدقت يا إبراهيم هم لا ينطقون ولا يسمعون ولا يدافعون عن أنفسهم وإما أن يقولوا صدقت يا إبراهيم فعله كبيرهم هذا وفي كل الحالتين يخرج منها إبراهيم صلواته وهم ألزموا واعترفوا بالأولى فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ولكنهم لما أعيتهم الحجة استخدموا القوة والبطش قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين وهذه ما تسمى بشريعة الغاب شريعة الضفر والناب من قوة ما في حجة ما في عقل ما في منطق ما في إقناع حرقوه لأن اتخذت إلها غيري لتكونن من المسجونين ما فيه خلاص انتهى الإقناع يناقشون في البداية فإذا ألزموا الحجة لجوا إلى القوة يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لأن تنتهي لأرجمن قوة خلاص اللجوء إلى القوة بعد أن تعييهم الحجة قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين أشعلوا نارا عظيمة أرادوا أن يحرقوا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فيها وقد ذكروا أن المرأة كانت إذا مرضت تنذر إن شفيت لأجمعنا حطبا لحرق إبراهيم فجمعوا حطبا عظيما لحرق إبراهيم حتى قالوا إنهم أشعلوا نارا عظيمة بحيث إنهم لم يستطعوا أن يلقوا إبراهيم فيها فوضعوه على آلة المنجنيق ورموه رميا لأنهم لا يستطيعوا أن يقتربوا من هذه النار ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سبحانه وتعالى أرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فجاء الكفار وألقوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار فقال حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر مؤمن الصادق التقي النقي المخلص الذي امتلى قلبه يقينا وإيمانا بالله تبارك وتعالى يقول هذه الكلمة في هذا الوقت الحرج حسبي الله ونعم يرى الموت بعينيه سيلقى في هذه النار العظيمة حسبي الله ونعم الوكيل وذاك يقول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم لما ألقي في النار وقالها محمد وأصحابه لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبي الله ونعم الوكيل عندها جاء الفتح وجاء النصر من القوي العزيز الذي أمره إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فكانت كما قال الله جل وعلا فسبحان الله لا إله إلا هو ملاذ المؤمنين ومنجي الصالحين نبي الله إبراهيم لما عظم توكله على الله جل وعلا وهو يساق إلى النار سوقا التي من عادتها أن تحرق الأشياء فإن الذي أعطاها خاصية الإحرق سلبها منها عندما ألقي فيها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفئ النار عنه حيوانات وإن من شيء إلا يسبح بحمده حيوانات تطفئ النار عن إبراهيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوزغ فإنه جعل ينفخها عليه وهذا أخرجه أحمد وقال صلوات الله وسلامه أقتل الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم حيوان الأصل فيه الإفساد وهو الوزغ وهو ما نسميه نحن برعصي هذا كان ينفخ النار على إبراهيم وإذا أمر الناس بقتله الناس إذا رأوا هذا إبراهيم والوزغ أمر الناس أن يقتلوه لأنه كان ينفخ النار على إبراهيم هذا طبعه الفساد كما قال بعض الشعراء ثلاثة من طبعها الفساد الفأرة والبربر والجراد يعني في أشياء هي من طبعها أن تفسد فأفسد هذا الوزغ بأنه جعل ينفخ النار على إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وهنا استهر عند الناس أنه لما رمي إبراهيم في النار وهو في الهواء جاءه جبريل وقال هل من حاجة ألا تدعو الله تبارك وتعالى فقال إبراهيم علمه بحالي يغني عن سؤالي وهذا كما قال الشيخ أستان تيميا كذب موضوع لم يثبت هذا الأمر بل إنه لجأ إلى الله وقال حسبي الله ونعم الوكيل والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم ومبارك عنه به هجرة إبراهيم إلى الأرض المباركة قصته مع النمرود قصته مع ملك آخر أراد أخذى زوجته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد بعد أن أيقن نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أن قومهم مصرون على ما هم عليه من العناد والكفر بالله تبارك وتعالى وعبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع حتى بعد أن أظهر الله تبارك وتعالى أمره وغلبت حجة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه باطلهم وبعد أن ظهر ضعف آلهتهم وسفه عقولهم بعد هذا كله يأس منهم نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وفكر بالهجرة من هذه البلاد إلى بلد آخر يعبد الله تبارك وتعالى فيه وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم واختلف أهل العلم في البلد التي هاجر إليها نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه على قولين قيل إنه هاجر إلى مكة المكرمة شرفها الله وقيل إنه هاجر إلى الشام وهو لا شك في حياته قد دخل الشام ودخل مكة المكرمة والهجرة ذكرت لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في ثلاثة مواضع في قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم أنه قال لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله فاعتزلهم في العبادة واعتزلهم كذلك في المكان وفي قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم أنه قال وقال إني مهاجر إلى ربي وفي قول الله تبارك وتعالى فآمن له لوط ونجيناه ولوطا إلى القرية التي باركنا فيها للعالمين آمن لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وقال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين إذن هاجر إبراهيم بعد كل هذه الدعوة لم يؤمن له إلا لوط فقط آمن له لوط وإذلك يأتينا في قصة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أنه يقول لامرأته عندما تدخل على الجبار قولي له إنك أختي فأنت أختي في الإسلام ولا يوجد على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك نبي الله إبراهيم خليل الرحمن خير الخلق بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بذل ما بذل في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وناظر قومه عيانا جهارا وأبطل حجتهم وباطلهم وأظهر الله الحق على لسانه وأظهر الله معجزته بأن نجاه من النار التي بذلوا ما بذلوا في سبيل جمع الحطب إليها وإشعالها ومع هذا لم يؤمن به أحد فما تقول أنت عندما تقصر في الدعوة إلى الله ويكون قليل من الإخلاص مع قليل من العلم مع قليل من التقوى وقليل من الجهد ثم يحزن الواحد منا إذا دعى ولم يستجب له أحد ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء ويقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت أبدا أنت عليك أن تفعل ما يأمرك الله به عليك أن تؤدي ما عليك عليك أن لا تأتي يوم القيامة وقد قصرت في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإذلك لما قال أهل السبت بعضهم لبعض قالوا لم تعظون قوما يقول للذين أنكروا على أهل السبت فعلهم لم تعظون قوما إلا هو مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يهتدون فأنت إذن تحتاج إلى أمرين اثنين تحتاج أولا إلى أن تعتذر بين يدي الله تبارك وتعالى أنك قد بلغت ثم الأمر الثاني وهو أن يهتدي الناس هداية الناس ليست بيدك القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى بيده الهداية أنت عليك أن تدعو إلى الله ولا يضرك والله إن لم يستجب لك أحد فهل أنزل الله منزلة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لما لم يستجب له أحد أبدا بل إبراهيم هو إبراهيم وهو بالمنزلة العظيمة عند الله وهو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة وهو خليل الرحمن قبل أن يدعو قومه وبعد أن دعا قومه وبعد أن لم يستجب له أحد هو خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه وبعد أن دعا وبذل الوسعة والجهد الكثير ولم يستجب له أحد جاءت المسألة الثانية ألا وهي الهجرة من هذه البلاد وذلك أن المسلم مطالب بالهجرة من الأرض التي لا يستطيع فيها أن يعبد الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وهو يقول والله إنك لأحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجون ما خرج خرج لما يدعو إلى الله تبارك وتعالى خرج أبو بكر يسيح في الأرض يعبد الله جل وعلا المسلم أبدا لا يتعلق قلبه بأرض ولا يتعلق قلبه بأهل وإنما يتعلق قلبه بالدين فأي أرض استطاع فيها أن يقيم دين الله تبارك وتعالى فهي أرضه وهي بلده وهؤلاء هم عشيرته هاجر إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه والهجرة كانت واجبة عليه وهي واجبة على كل أحد يجب على المسلم أن يهاجر حيث يستطيع أن يعبد الله تبارك وتعالى ولا تنقطع الهجرة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها إذن هجرة باقية وإذا قال الله تبارك وتعالى يعيب على الذين لم يهاجروا في سبيل إبقائهم على دينهم قال الله جل وعا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لما هاجر دخل إلى بلاد بابل وقيل إن بلاد بابل هي التي كان فيها إبراهيم قبل الهجرة يعني هذه الحادثة التي سنتكلم عنها الآن ألا وهي قصة إبراهيم مع الملك النمرود هل كانت قبل خروجه من بلاده أو بعد خروجه من بلاده المهم أن الله ذكر لنا هذا الذي حاج إبراهيم في ربه قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك السبب الذي من أجله حاج هذا الرجل إبراهيم في ربه هو أن الله آتاه الملك وأنعم عليه فكان هذا المال نقمة على هذا الرجل وأحيانا المال يكون نعمة وأحيانا يكون نقمة فكان هذا المال وذلك الملك نقمة على هذا الرجل بأن صار جبارا صار متكبرا اغتره بما عنده من مال كما قال الله تبارك وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رأاه استغنى وبدل أن يشكره هذه النعمة وأن يستعملها في طاعة الله تبارك وتعالى كان العكس كما قال جل وعلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني تجعلون شكركم تكذيبا والعياذ بالله يقول الله جل وعلا ذاكرا هذه القصة القصيرة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من البشرق فأتي بها من المغرب فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين المشهور عند أهل العلم أن هذا الرجل هو ملك بابل ويقال له النمرود أو النمروذ بالذال ابن كنعان وكان هذا من ملوك الدنيا وذكر أن الذين ملكوا الدنيا أربعة ملكان كافران وملكان مؤمنان أما المؤمنان فسليمان صلوات الله وسلامه عليه وذو القرنين وأما الكافران فهذا النمرود والثاني بخت نصر هؤلاء الأربعة ذكر أهل التاريخ أنهم ملكوا الدنيا أي شمل ملكهم الدنيا كلها تقريبا كان إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه قد جاء إلى هذا الملك يطلب الميرة أي الطعام إذ كان يوزع الطعام على الناس فناظر إبراهيم في ربه تبارك وتعالى بدأ معه إبراهيم هذه المناظرة وكثرت مناظرات إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ناظره فقال ربي الذي يحيي وميت لأن ذاك الرجل كان يدعي أنه رب مع الله إله ثاني قال ربي الذي يحيي وميت قال أنا أحيي وأميت وقد ذكر أهل العلم أن مقولته أنا أحيي وأميت أراد أنه يأتي برجلين فيحكم عليهما بالموت ثم قبل التنفيذ يسامح أحدهما وينفذ في الآخر فيكون الذي سامحه كأنه مات فأحياه ويكون الذي حكم عليه بالموت قد أماته وهذا أمر واضح وهذا لا شك تلبيس وتدليس وكذب الله يحيي من العدم سبحانه وتعالى وهذا يلبس على الناس يدعي أنه أحياه من العدم وليس الأمر كذلك وإنما الإنسان موجود فحكم عليه بالموت ثم سامحه ولو قال قائل أن نمرهد لما لم يقل لإبراهيم أنا أيضا آتي بالشمس من المشرق فليأتي بها ربك من المغرب وذلك أنه لما قال أنا أحيي وأميت تركه إبراهيم صلى الله عليه وسلامه إلى دليل أوضح من هذا الدليل وذلك ليفضحه على الملأ وليكشف عجزه عن الأول والثاني كأنه يقول له إذا كنت تدعي أنك تحيي وتميت فأنت الذي تنشئ الخلق وتوجد من العدم فأنا آتيك بأبسط منها إيتي بالشمس من المغرب إذا كنت أنت تحيي وتميت فأنا أطلب منك أسهل من هذه أنا أطلب منك أن تأتي بالشمس من المغرب فانتقل منه من ذاك إلى الثاني حتى يبطل حجته أمام الناس ولذلك لم يقل النمرود أنا آتي بالشمس من المشرق فليأتي بها ربك من المغرب لأنه لو قال ذلك لظهر كذبه لأنه لا يمكنه ذلك لأن إبراهيم سيقول له بعدها فإن كان الأمر كذلك فأتي بها من المغرب إذا كنت أنت الذي تأتي بها من المشرق وأيضا لم يطلب من إبراهيم أن يأتي بالشمس من المغرب لأنه يعلم أنها سنن كونية وأن هذه السنن لا تتغير لأجل مناظرة أمثال هذا الرجل قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا المعنى أحسن من قول بعضهم إن إبراهيم عدل عن المقام الأول لمجرد أنه أوضح من الثاني لا وإنما أراد أن يعجزه بالأول والثاني صلوات الله وسلامه عليه ذكر أهل العلم أنه بعد هذه المناظرة القصيرة منع أن نمرود إبراهيم من الميرة يعني لم يعطيه الطعام عقوبة لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لأجل هذه المناظرة حيث أظهر عجزه أمام الناس كما قال الله جل وعلا فبهيت الذي كفر بهيت أي انقطع ولم يحر جوابا بهيت عندها منع إبراهيم من الميرة رجع إلى أهله فلما كان في الطريق بعد هذه المناظرة وهذا الخوف من ذلك الرجل الذي كان يمكن أن يبطش به يرجع إلى أهله الآن ولم يأتيهم بالطعام فمر على كثيب تراب أي جمع مجموعة تراب فمر عليه وجعل في العدل أي المكان الخرج القربة أو ما شبال التي سيضع فيها الطعام فوضع فيها التراب قال ليسكت أهله حتى إذا دخل البيت قالت أين الطعام هذا الطعام ثم يذهب ويرتاح فدخل البيت ووضع العدلين الذين ملأهما ترابا ثم دخل ونام صلوات الله وسلامه عليه فلما استيقظ وإذا زوجته سارة قد أعدت الطعام استغرب قال من أين لكم الطعام قالت هذا الذي جئت به هذا الذي أنت جئت به فعرف أن الأمر من عند الله جل وعلا وأنه رزق ساقه الله سبحانه وتعالى إليه ووقعت لإبراهيم كذلك حوادث كثيرة منها أنه ابتلي بملك جبار قيل هو النمرود نفسه الذي لكرناه الآن وقيل غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ومسلم كذلك قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ثنتين منهن في ذات الله قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا يعني الصنم الكبير ثم قال صلى الله عليه وسلم في ذكر الثالثة قال وبينا هو ذات يوم وساره إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له أي قيل للجبار بطانة السوء قالت لهذا الجبار إنها هنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس يعني جميلة فأرسل إليه أرسل هذا الملك الجبار إلى إبراهيم صلى الله وسلم فسأله عنها قال من هذه التي معك يذكرون معك امرأة من هذه المرأة فقال هي أختي هذه المرأة أختي ثم أتى نبي الله إبراهيم لسارة فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك أبدا يقصد الأرض التي هو فيها وإلا لط مؤمن لكن ليس معهم في هذه الأرض قال ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك نحن فقط المؤمنان فأرسل إليها أي الملك أرسل إلى زوجة إبراهيم سارة فأتي بها وقام إبراهيم يصلي لا يملك شيئا لا يملك أن يقاتل هذا الجبار ولا يملك أن يمنعه قام يصلي لجأ إلى الله تبارك وتعالى وهكذا المؤمن إذا ضاقت به الأمور فإنه يلجأ إلى مفرج الأمور سبحانه وتعالى مفرج الشدائد سبحانه لجأ إلى ربه يصلي دخلت سارة على ذلك الملك فذهب يتناولها بيده يعني أراد أن يمسكها بيده فأخذ ذلك إنها دعت بكلمات فأخذ أي جاء في بعضنا شلت يده صارت كأنها خشبة لا يستطيع أن يحركها أخذ فقال ادعي الله لي ولا أضركي فدعت الله فأطلقه يعني رجعت يده كما كان ثم تناولها الثاني أراد أن يمسكها أخلف وعده كافر يخلف الوعدة أخلف وعده أراد أن يمسكها المرة الثانية فأخذ أشد من الأولى أخذ أخذا شديدا أشد من الأخذة الأولى فقال ادعي الله لي ولا أضركي يعني أتوب ادعي الله لي ولا أضركي فدعت الله فأطلقه ثم نادى بعض حجبته الخدم الذين عنده فقال إنكم لم تأتوني بإنسان وإنما جئتموني بشيطان هذه شيطانة إذا أردت أنا مسها أخذت هكذا ثم قال أخدموها هاجر وأعطاها خادمة قال وأخرجوها عني فأتت سار معها الخادمة إلى إبراهيم صلوات الله وسلام وعيه وهو ما زال يصلي فأومأ بيده مهيم ماذا حدث أشار وهو يصلي كأنه يشير لها هكذا يقول مهيم بشري ماذا حدث لك مع هذا الجبار فقالت رد الله كيد الكافر ولم تقل رددته أنا وإنما رد الله كيد الكافر في نحره وأخدم هاجر وأعطاني أيضا خادمة وهي هاجر يقول أبو هريرة راوي الحديث تلك أمكم يا بني ماء السماء تلك أمكم يا بني ماء السماء وهذا الحديث كما قلنا أخرجه البخاري ومسلم ومعنى قول لأبي هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء يقول للعرب يقول هذه هاجر الملك لسارة هي أمكم يا بني ماء الثماء وماء الثماء هو زمزم الذي أخرجه الله تبارك وتعالى لإسماعيل كما سيأتينا وسمي ماء الثماء لأنه إنما خرج بأمر الله تبارك وتعالى فأنتم أبناء المرأة التي بسويها خرج هذا الماء لكم في الأرض التي تعيشون أنتم فيها طيب لو قال قائل لما قال إبراهيم إنها أختي لما لم يقل زوجتي خاصة وأن الملك إذا أراد أن يغتصب هذه المرأة لا يختلف الأمر عنده أختا كانت أو زوجة فإنه سيغتصبها فهل إذا كانت أختا سينتنع وإذا كانت زوجة سيغتصبها ما الفرق عنده لا فرق حقيقة عند الرجل لا فرق ولكن ذكر أهل العلم أن الفرق كما وجدوا أيضا في كتب أهل الكتاب أن الفرق هو أن ذلك الرجل كان إذا عرف أن لمرأة أعجبته زوجا قتله واغتصبها فأخف الضررين أن يغتصبها ولا يقتل إبراهيم إذا كان هو مغتصبها مغتصبها فلماذا يكون مع الاغتصاب القتل هذا إذا اغتصبها أما إذا حفظها الله كما وقع فالحمد لله لكن الشاهد من هذا أن سبب قول إبراهيم أن ذلك الملك كان إذا وجد أن المرأة لها زوج قتله وقيل يقتله غيره يغار منه لأنه يريدها له ويغار من زوجها فيقتله بسبب الغيرة من الزوج وقيل كذلك وهو قريب من هذه أنه كان من دينه وذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى وذكر أنه نقله له بعض أهل الكتاب أنه كان من دين ذلك الملك أنه لا يقرب المرة حتى يقتل زوجها فقول إبراهيم إذن صلوات الله وسلام إنها أختي حتى يسلم من القتل لا لأن تنجو وهي من الاقتصاب أو عدمه لأن هذا لم يكن سيؤثر في ذلك الأمر وإنما قوله أختي بدل زوجتي حتى يسلم صلوات الله وسلامه عليه من القتل وهنا هذا الكذب جائز لأنه إذا تعارضت مفسدتان مفسدة الكذب ومفسدة القتل فلا شك أن مفسدة الكذب أهون من مفسدة القتل ولو قال أنا أصدق حتى يقتلني ولا أكذب هذا من الجهل وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه منزه عن هذا فهو من أعلى من ناس بالله وبأمر الله جل وعلا ولذلك قال هي أختي ولم يقل زوجتي كانت سارة عاقرا فلما أهداها الملك هاجر أهدتها لإبراهيم ليتسررها أي ليجامعها فملكته إياها فقربها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فأنجبت له أنجبت له إسماعيل فلما أنجبت هاجر غارت سارة غارت وهذه غيرة في النساء فغارت منها كيف أنا أهديها له وتنجب له الآن سيحبها أكثر مني له منها ولد وليس له مني ولد فوقعت الغيرة في قلبي سارة عند ذلك خرج إبراهيم صلوات الله وسلامه بهاجر وابنها إسماعيل مهاجرا أيضا أخذهما إلى مكة وهذا يقرب أن إبراهيم إنما هاجر في بداية الأمر إلى الشام ثم بعد ذلك هاجر بزوجته أو بأمته هاجر وبولده إسماعيل إلى مكة والله أعلى وأعلم أفلا تقلون هجرة إبراهيم وإسماعيل إلى مكة ماء زمزم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين وخالق الخلق أجمعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدي وإمامي وحبيبي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعده ترك إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه زوجته أو أمته هاجر ولده إسماعيل في مكة ويذكر لنا الإمام البخاري هذه القصة في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل المنطق هو النطاق الذي يربط به يقول أول من اتخذه أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة يعني كانت في البداية تستخدم هذا المنطق أي الحزان لتعفي أثرها تمسح أثرها عن سارة لشدة غيرة سارة منها يقول ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت أي الحرام مكة عند دوحة فوق زمزم دوحة شجرة صغيرة شجرة يقال لها الدوحة فتركها عند زمزم في أعلى المسجد ولم تكن زمزم موجودة في ذلك المكان لكن يقول في هذا المكان يريد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء فقط جراب من جلد فيه تمر وسقاء من جلد فيه ماء فقط ثم قفه منطلقا تركهما وانصرف فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء ما في أحد أبدا فقالت له ذلك مرارا تردد عليه وهو منطلق عنها وجعل لا يلتفت إليها تركها وابنها وانصرف عنهما تناديه تتركنا هنا لا أنيس ولا جليس ولا أحد بواد غير ذي زرع تناديه لا يرد عليها عندها أدركت شيئا معينا فقالت له الله أمرك بهذا طيب أنت ما تري أن ترد علي الآن لماذا ترد الله أمرك بهذا قال نعم قال نعم هنا استجابة عجيبة لأمر الله تبارك الله هذا الرجل وسيأتي أمر الله له بأن يذبح ولده فيقربه ليذبح وهنا يأمره أن يترك ولده أول ولد له مع أمه في هذا المكان القفر مع جراب من تمر وسقاء من ماء فيستجيب ما صار خليلا للرحمن من فرغ الله أمرك بهذا قال نعم الله أمر لك ماذا قالت له قالت إذن لا يضيعنا الله أمره يقين صدق عند هذه المرة عجيب وتوكل على الله لا تكاد تجده عند الرجال الله أمرك قال نعم قال الحمد لله إذن لا يضيعنا إذن لا يضيعنا سبحانه وتعالى قوة إيمان قوة يقين قوة توكل على الله تبارك وتعالى ومن كان الله معه فلا شك أن الله كافي سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه جل وعلا إن التوكل على الله فيه راحة للنفس وطمأنينه قل ما يجدها الناس من غير المتوكلين على الله جل وعلا قد أخرج الإمام الطبري رحمه الله تعالى وحسنه الحافظ بن حجر من حديث علي أنها ناداها جبريل فقال لها من أنت بعد ما ذهب إبراهيم أسرات السلام جاءها جبريل ونادها من أنت قالت أنا هاجر أو قالت أنا أم ولد إبراهيم فقال لها إلى من وكلكما يعني ترككم إبراهيم لمن هنا إلى من وكلكما قالت إلى الله فقال وكلكما إلى كاف وكلكما إلى كاف أليس الله بكاف عبده سبحانه وتعالى المهم أنها قالت إذا لا يضيعنا ثم رجعت قالت تركت إبراهيم عليه الصلاة والسلام فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه خلاص ابتعد عنهما ولا يرونه استقبل بوجهه البيت مكان عنهما ولا يرونه استقبل بوجهه البيت مكان البيت الحرام ثم دعا بهؤلاء الكلمات فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ثم انصرف صلوات الله وسلامه عليه أم إسماعيل جعلت ترضعه وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ الماء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى من العطش ما في حليب ولا في ماء فصار الولد الرضيع يتلوى من العطش قال فانطلقت كراهية أن تنظر إليه ما تريد أن تراه بهذا الوضع فوجدت الصفى أقرب جبل من الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفى حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرفا لراعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي هذا الذي بين العلمين عندما نجري بين العلمين لأن أم إسماعيل جرت هنا تبحث عن الماء كان واديا فكانت تجري فيه حتى تصعد الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات ترجع بين الصفى والمروة قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذاك سعي الناس بينهما أي الناس يسعون اقتداءا بأم إسماعيل قال فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا سمعت صوتا فقالت صهن مع أن ما في أحد تسكته تسكت نفسها تحدث نفسها صهن ويقول أهل اللغة هناك فرق بين الصهن وصه صهن وصه يقول صه أسكت لا تتكلم صهن يعني أسكت لحظة أريد أن نسمع شيئا فقالت صهن تريد أن تسمع هذا الصوت تتمنى أن تسمع صوتا قالت صهن ثم تسمعت فقالت قد أسمعته إن كان عندك غواث يعني إذا كان هنا أحد وتكلمته أسمعته إن كان عندك غواث أغف فإذا هي بالملك عند موضع زمزم عند الغلام عند الصبي الصغير فبحث بعقبه أو قال بجناحه العقب الذيل أو بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوظه أي تمنع الماء من أن ينتشر تحوظه تعمله مثل حول فجعلت تحوظه وتقول بيدها هكذا يعني تزمه وإذا كسمي زمزم لأن كانت تزمه تمنعه من الانتشار ثم قال وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف كلما غرفت في السقاء كلما فار الماء قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا لكن قدر الله وما شاف ولو كان أحد مكانها لفعل كما فعلت لأنه يخشى أن يكون هذا الماء قليلا ثم إذا تركته داب في الأرض ولم تستفد منه لذا كانت تحوض حتى لا يخرج وتجعل منه شيئا في هذا السقاء حتى تبقى الحياة لها ولي ولدها ثم شربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخاف الضيعة ألا استقلت إذن لا يضيعنا إذن لا تخاف الضيعة لن يضيعك سبحانه وتعالى لا تخاف الضيعة فإن هاهنا بيت الله يبنى يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله أي كما قلت إن الله لا يضيعنا سبحانه وتعالى يقول ابن عباس وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية يعني صيهد شيء مرتفع عن الأرض تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله لأنه أرض مرتفعة فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كدأ فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أنها لما كانت تبحث عن الماء جاءها جبريل وحفر بعقبه أو بجناحه فخرج الماء وصارت تزمه وتقول زمزم حتى صار اسمه زمزم حاضته أي هذا حتى صار حوضا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته لكان عينا معينا ولكنها حاضته وزمته ولذا قيل له زمزم أي زمه الماء الذي زم أي جمع في مكان واحد هذه القبيلة رأت طائرا يطير في هذا المكان فقالوا لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء وإن هذا الطائر ليدور على ماء فأرسلوا جريا أو جريين الجري يعني الرسول أرسلوا رسولا أو رسولين يعني رجلا يبحث يسأل قال فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بأن في هذا المكان ماء فأقبلوا إلى الماء قال ابن عباس وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك وهذه من أخلاق العرب استأذنوها وهي امرأة ضعيفة معها ولد رضيع وهم جماعة كبيرة من الرجال والنساء ومع هذا يستأذنونها فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء هي إلى الآن تخشى أن الماء هذا قليل وأنه بالكاد يكفيها ولدها قالت ولكن لا حق لكم في الماء قالوا نعم قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس يعني جاءها الذي يؤنسها من رحمة الله تبارك وتعالى فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم يعني نادوا أهلهم تعالوا وجدنا أرضا طيبة وفيها ماء فتعالوا فجاءوا ونزلوا واستقروا في هذا المكان حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم شب الغلام الذي هو إسماعيل وتعلم العربية منهم مما يعني أن إسماعيل لم يكن يتكلم العربية قبل ذلك وإذا قلنا إن كنتم تذكرون إن العرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام إلى عرب عاربة بائدة وهم قوم صالح وقوم هود وقوم شعيد هؤلاء عرب بائدة وجديس وطسم وهناك عرب عاربة باقية وهم هؤلاء جرهم جرهم يعتبر لهم قحطان عرب عاربة باقية وهناك عرب مستعربة وهم عدنان نسل إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه فإسماعيل هنا تعلم منهم العربية فتعلم إسماعيل عليه الصلاة والسلام منهم العربية وشب فيهم صلوات الله وسلامه عليه والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وابارك عن أبينا محدد رؤية إبراهيم أنه يذبح ابنه من الذبيح زيارة إبراهيم لابنه إسماعيل في مكة الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد في هذه الأثناء حين كبر إسماعيل قليلا وتمكن حبه من قلب إبراهيم والده صلوات الله وسلامه عليه أراد الله جل وعلا أن يمتحن إبراهيم وذلك لتقديم محبة ربه وخلته التي لا تقبل المشاركة ولا المزاحمة لأن الخل أعلى أنواع المحبة الخل هي درجة عليا في درجات المحبة هذه الدرجة إذا وصلها الإنسان فإنه لا يقبل المشاركة ولا المزاحمة وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه نال هذه المنزلة عند الله تبارك وتعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم محمد قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله والله لا يقبل مشاركة أبدا سبحانه وتعالى لا يقبل أن يشاركه أحد في هذه الخلة فخلة محمد صلوات الله وسلامها لربه جل وعلا لا تقبل المشاركة وكذلك خلة إبراهيم الذي اتخذه الله سبحانه وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا كذلك لا تقبل المشاركة فلما وقع حب إسماعيل في قلبي والده إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أمر الله جل وعلا إبراهيم أن يذبح ولده أمره الله جل وعلا أن يذبح ولده لماذا؟ حتى يصفي وده لربه تبارك وتعالى لأن حب إبراهيم لولده زاحم حبه لربه تبارك وتعالى وأنا استعجلت الآن لما قلت إن حب إسماعيل قد بلغ به هذا المقدار لأنه هناك خلاف هل هو إسماعيل أو إسحاق الذي أمر إبراهيم صلوات الله وسلامه أن يذبحه المهم أن الله تبارك وتعالى أمره أن يذبح كما قال الله تبارك وتعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك لجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بدبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك لجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين في هذه السن لما بلغ السعي وهذه السن تقريبا هي السن التي يكون فيها الولد أحب شيء إلى والده لأنه بدأ يمشي معه ويدهب ويجي ويساعده كما يقول أهل العلم ذهبت مشقته وجاءت منفعته لأن ذهبت مشقة الولد وهو صغير حيث لا يعقل ولا يفهم الآن بدأ يفهم ويعقل وينفع فالآن زاد حبه وتمكن من قلب أبيه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ولنا جميعا أن نحاول تصور هذه القضية بنسبة لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه إبراهيم الوحيد إبراهيم المقطع إبراهيم المهاجب من أهله إبراهيم الذي جاءه الولد على كبر بعد هذا كله يأتيه الأمر من الله جل وعلا أن يذبح هذا الولد جاء إبراهيم إلى ولده وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قرر توافق ما توافق هكذا جاءني الأمر من الله جل وعلا لأن رؤية الأنبياء حق والشيطان لا تسلط له على الأنبياء لأن الحلم من الشيطان والرؤية من الله والشيطان قد عصم الله الأنبياء منه فكل ما يراه الأنبياء في منامهم فهو وحي من الله تبارك وتعالى فأخبر ولده بما رأاه فيأتي الجواب من الإبن البار التقي الحليم المستسلم لأمر الله تبارك وتعالى الراضي به يا أبتي افعل ما تؤمر ولم يقل افعل ما تؤمر فقط وإنما قدم بين يديه كلمة البر لأبيه فقال يا أبتي كما تلطف إبراهيم مع أبيه عندما دعاه إلى الله تبارك وتعالى يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك يا أبتي لا تعبد الشيطان يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فجاء كذلك إسماعيل بهذه الكلمة التي ابتدأها إبراهيم لأبيه فقال له يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله وعلق الأمر إلى الله تبارك وتعالى فقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين خضع لأمر الله جل وعلا وانقاد له ووطن نفسيهما على القبول مع أنه أمر مزعج لا تكاد النفوس أن تصبر عليه أو أن تصبر على أقل منه ولكن إذا كانت النفوس كبارا تعبت من مرادها الأجسام وذلك أن نفس إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ونفس إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه كانت من النفوس الكبار عند الله جل وعلا ولذلك قال الله جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا فلما أسلما وتله للجبيل عند ذلك جاء الفرج من الله تبارك وتعالى وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية صدقتها بقلبك وصدقتها بعملك قد صدقت الرؤية وحصل لإبراهيم وإسماعيل أو حصل لإبراهيم ولولده الذي أراد أن يذبحه حصل لهم الأجر والثواب والشرف والزلفة والقرب من الله تبارك وتعالى لاستسلامهما لأمر الله جل وعلا عندها قال الله تبارك وتعالى وفديناه بذبح عظيم لما؟ لأن الذبح الآن لا فائدة منه ولا محصلة من ورائه لأن مراد الله قد تحقق وود إبراهيم قد صفى لله جل وعلا فصار بعد ذلك سفك الدم وإزهاق الروح لا فائدة له ولا معنى له لأن الأمر الذي أراده الله قد وقع وذلك أن الله تبارك وتعالى لا يريد تعذيب عباده ولكنه يريد أن يبتليهم سبحانه وتعالى وقد ابتلى إبراهيم وحقق الابتلاء مراد الله جل وعلا وجاء نفعه وظهر أثره وتحققت النتيجة إذن لا دعية للذبح بعد ذلك وفديناه بذبح عظيم وصارت بعد ذلك سنة للمسلمين الذين يتبعون ملة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أن نذبح في الأضحى في كل سنة كما فدى الله ولد إبراهيم من الذبح من هو الذبح أهو إسماعيل أو إسحاق اختلف الصحابة رضي الله عنهم في تحقيق الذبيح على ثلاثة أقوال لا أن الصحابة اختلفوا على ثلاثة أقوال لكن أهل العلم اختلفوا على ثلاثة أقوال بناء على اختلاف الصحابة فمنهم من قال إن الذبيح إسحاق ومنهم من قال إن الذبيح إسماعيل ومن أهل العلم من قال التوقف أسلم لا نجزم لا نقول إنه إسحاق ولا نقول إنه إبراهيم ولا نقول إنه إسماعيل ولكن نتوقف ونقول علمه إلى الله تبارك وتعالى ولا شك أنه ليس هناك نص قطعي يحسم هذه المسألة هو إسحاق أو إسماعيل ليس هناك نص قرآني ولا نص من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا النص إبراهيم أراد قتل إسماعيل أو قتل إسحاق لم يأتي نصهم في هذا الأمر والأمر أيضا يعني لا يهم كثيرا يعني سواء كان الذبيح إسماعيل أو كان الذبيح إسحاق أو لم يعرف هذا لا يؤثر الذي يؤثر ماذا؟ العبرة التي تؤخذ من هذه القصة من استسلام إبراهيم لأمر الله وكذا ولده وكيف أن الله تبارك وتعالى حمى أولياءه سبحانه وتعالى وأنه لما تحققه مراد الله جل وعلا وصفاء حب إبراهيم لربه جل وعلا ألغى الله الأمر بالذبح وفداه بذبح عظيم من قال إن الذبيح إسماعيل استدل بما يلي أولا قالوا إن الله تبارك وتعالى لما ذكر هذه الآيات عن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وقال إني ذاهب إلى ربه سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك إلى نهاية الآيات ثم قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين فقالوا إذن جاءت البشارة بإسحاق بعد ذكر هذه القصة ولا يمكن أن يكون السياق القرآني هكذا يذكر الله قصة دبح إسحاق أو إرادة إبراهيم لقتلي أو دبح إسحاق ثم بعد نهاية القصة يقول وبشرناه بإسحاق يقول هذا ينافي يعني جمال السياق القرآني بل جمال السياق القرآني يقول إنه بعد أن أراد أن يذبح إسماعيل بشره الله تبارك وتعالى بإسحاق نبيا من الصالحين هذا من أدلته وقالوا كذلك إن هذه العملية ألا وهي عملية الدب يعني كان المراد من إسماعيل أن يصبر على هذا الأمر العظيم الذي قال إسماعيل معه ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقد وصف الله إسماعيل بالصبر فقال جل وعلا وإسماعيل وليسع وذلكف كل من الصابرين فوصفه الله بالصبر الذي يناسب صبره بين يدي أبيه ثم كذلك وصفه الله بصدق الوعد إنه كان صادق الوعد وصف الله إسماعيل بأنه صادق الوعد فقال إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وصدق الوعد متحقق عندما قال لأبيه ستجدني إن شاء الله من الصابرين وصبر ورضي حتى لما أراد إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أن يمر السكين على رقبته جاء النداء من رب العزة تبارك وتعالى قد صدقت الرؤية إن كذلك نجزي المحسنين فمنع إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه من قتل ولده الذي أمر في البداية أن يقتله كذلك في قوله جل وعلا وبشرناه بإسحاق نبيا قل أهل العلم كيف يبشره بإسحاق نبيا ثم يأمره بقتله بعد ما صار نبيا إذن لا يكون هذا بالنسبة لإسحاق لأنه بشره بإسحاق وبشره بأنه نبي ومن بشر بأنه نبي يناقض تماما الأمر بذبحه قبل أن يصير نبيا إذن لن يتحقق مراد الله جل وعلا أو يكون الأمر ليس على وجه الجد وليس الأمر كذلك ثم كذلك لما جاءت البشارة بإسحاق جاء قول الله تبارك وتعالى فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فلو كان إسحاق هو المأمور بقتله فكيف يبشره بأنه يأتي من ذريته يعقوب وهو سيقتل إذن قطع أنه لن يقتل فلن تكون استجابة إبراهيم يعني صحيح لأنه يعلم قطع أنه لن يذبحه في النهاية إذن لا تكون الاستجابة كما أمر الله تبارك ولا يكون أصلا ابتلاءا من الله جل وعلا ثم كذلك ذكروا إن من الأدلة ذكر ابن عباس وغيره رضي الله عنه أنهم وجدوا في مكة قرن الكبش معلق في الكعبة ومعلوم أن الذي كان في مكة إنما هو إسماعيل كما في قصة البخاري التي ما زلنا معها فكونهم يجدون قرن الكبش موجودا معلقا في الكعبة فدليل عن الذي ذبحه والذي كان عند الكعبة والذي كان عند الكعبة هو إسماعيل وليس إسحاق لأن إسحاق كان في الشام صلواته الله وسلامه عليه كذلك قالوا وإن كان الحديث فيه ضعف ولكنه مشهور عند أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا ابن الذبيحين أنا ابن الذبيحين والذبيح الأول هو إسماعيل لأن محمدا صلى الله عليه وسلم من نسله إسماعيل وأما الذبيح الثاني فهو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من قصة عبد المطلب لما نذر أن يذبح واحدا من أولاده إن رزقه الله بعشرة من الولد ثم كذلك قالوا معلوم أن سارة إنما غارت من هاجر لما ولدت والابتلاء لإبراهيم إنما يكون بالولد الأول للثاني فالولد الأول أحب من الثاني وإذاك دائما يشعر الأولاد الصغار بأن الأب يقدم البكر عليهم وإنما يكون الابتلاء حقيقيا إذا أمره بذبح إسماعيل وليس له غيره أما أن يمره بذبح أحد أولاده مع وجود غيره لا يكون الابتلاء بتلك القوة وإنما يكون الابتلاء شديدا إذا أمره بذبح ولده الذي ليس له غيره كذلك قالوا إن الله إذا ذكر إسحاق في القرآن الكريم إنما يصفه بالعلم كما قال جل وعلا عن الملائكة أنهم بشروا إبراهيم فقالوا قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم وكذلك في الداريات قال قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فإسحاق يوصف بأنه عليم وإسماعيل هو الذي يوصف بأنه حليم فعندنا عليم وعندنا حليم وإسحاق يوصف بأنه عليم وإسماعيل يوصف بأنه حليم فلذلك الذي جاء في الآيات السابقة التي ذكرناها وهي تبشير الملائكة لإبراهيم صلى الله عليه وسلم إنما بشره مع سارة وذلك جاءت في الآيات فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم وكان إبراهيم يقول أبشرتمون على أما الثانية الكبر فبما تبشرون فالشاهد من هذا أن هذه الآيات تدل على أن الذي يوصف بالعلم هو إسحاق وأما الذي وصف بالحلم وهو الذي أمر إبراهيم بذبحه إنما هو إسماعيل صلوات الله وسلامه عليك وعن محمد بن كعب القرضي قال ذكر هو لعمر بن عبد العزيز أيام كان خليفة قال له إن الذبيح إسماعيل بدليل قوله جل وعلا فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فقال عمر يعني استدل على أن الذبيح إسماعيل هو أنه لما بشر إبراهيم بإسحاق بشر أيضا بيعقوب فكيف لو أمر بذبحه فقال عمر إن هذا لشيء ما كنت أنظر فيه يعني ما كلفت نفسي أن أنظر هل الذبيح إسحاق أو الذبيح إسماعيل فقال إن هذا لشيء ما كنت أنظر فيه وإني لا أراه كما قلت يعني أرى أن قولك هذا صائبا وهو أن الذبيح إسماعيل بدليل هذه الآية يقول ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام وكان يهوديا بالشام لأن عمر العز كان في الشام خليفة خليفة الأموي فأرسل إلى رجل بالشام كان يهوديا فأسلم هذا الرجل وحسن إسلامه وكان يرى هذا الرجل أنه من علماء اليهود قبل أن يسلم فقال له عمر أي بني إبراهيم أمير بذبحه يسأله السؤال بعد أن أثار عنده الموضوع محمد بن كعب القراضي فقال أي بني إبراهيم أمير بذبحه قال إسماعيل يا أمير المؤمن مع أن أهل الكتاب مجمعون على أن الذبيح إسحاق ولو رجعت إلى التوراة الذبيح إسحاق وهم متفقون على هذا الأمر سأل عمر بن عبد العزيز هذا الحبر الذي كان يهوديا فأسلم قال له من الذبيح؟ قال إسماعيل غير لم يقل قول أهل الكتاب قال الذبيح إسماعيل ثم قال يا أمير المؤمن وإن يهود لتعلم ذلك ولكنهم يحسدونكم معاشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق لأن إسحاق أبوهم وهذا الأصمعي الأديب المعروف يقول سألت أبا عمر بن العلاء أحد القراء المشهورين يقول سألت أبا عمر بن العلاء عن الذبيح من هو؟ فقال لي يا أصمعي أين عزب عنك عقلك؟ لأن أين ذهب عقلك؟ ومتى كان إسحاق بمكة؟ وإنما كان إسماعيل بمكة وهو الذي بنى البيت مع أبيه والمنحر بمكة المنحر الذي فد الله تبارك وتعالى الذبيح به إلى الآن موجود في مكة ألا يكفيك هذا أن يكون دليلا على أن الذبيح إنما هو إسماعيل دون إسحاق فسكت الأصمعي القول الثاني لأهل العلم أن الذبيح إسحاق واستدلوا بآية وهي قول الله تبارك وتعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبقول الله تبارك وتعالى وبشرناه بغلام عليم وقالوا إن الذي بشر به هو إسحاق فيكون الذي بشر به وفرح به هو الذي أمر بذبحه حتى يتساوى الإفرح مع الإحزان ولكن هذا لا يستقيم حقيقة مع ما ذكرناه من الأدلة التي أرى والله العالم أنها قوية في بيان أن الذبيح إنما هو إسماعيل دون إسحاق وأي الأمرين كان فإن هذا نبي كريم وذاك نبي كريم وكلاهما نتولاهما ونحبهما ونعتقد نبوتهما صلوات الله وسلامه عليهما ولكن من باب تحقيق هذه المثألة علميا نرجع إلى حديث البخاري حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول ابن عباس وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب أنفسهم أي صار من أنفسهم أي من أحسنهم وأفضلهم وأعجبهم ذلك أي الذي وقع من بروز إسماعيل وأخلاقه ودينه وتقواه ومعرفته فأعجب به صلوات الله وسلامه عليه فلما أدرك زوجوه أمرأة منهم ولذلك لما تزوج إسماعيل منهم جاء أولاد إسماعيل عرب عاربة وإسماعيل من العرب المستعربة قال وماتت أم إسماعيل أم إسماعيل ماتت بعد ذلك يقول فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته أي ولده فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه وهي لا تعرفه لا تعرف أن هذا والد إسماعيل رجل جاء يسأل عن زوجها فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا أي طعاما ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة وشكت إلي حالها قال لها إبراهيم فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه أبلغيه السلام وقولي له غير عتبة بابك وذهب فرجع إسماعيل فكأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد قالت نعم جاءنا شيء كذا وكذا وصفته له فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنه في جهد وشدة قال فهل أوصاك بشيء قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك وما تدري أنها جرت الأمر لنفسها قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك فطلقها صلوات الله وسلام عليك وهنا مسألة فقهية يعني لو جاء أب لولده وقال طلق امرأتك هل يجب عليها أن يطيع والده أو لا ثبت أن عمر أمر ولده عبد الله أن يطلق امرأته كذلك فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أطع أباك يعني طلق امرأتك فالآن لو جاء رجل إلى والده وقال طلق امرأتك هل يطيعه ولده كما أطاعه إسماعيل إبراهيمة وعبد الله أطاع والده عمر أم إنه لا يطيعه هل يبره بهذا أم لا يبره قال بعض أهل العلم إذا كان والد هذا الرجل كإبراهيمة وعمر فليطلق وإذا لم يكن الوالد كذلك فلا يطيع والده فالمسألة إذن ليست على إطلاقها كل من جاءه والده قال طلق امرأتك لأنه سمع منها كلاما أساءه أو طلب منها شيء فمنعته أو ما شابه ذلك فالوالد لا يطيع والده في هذا إلا إذا كانت المرأة سيئة فهنا يبر والده وأما إذا كانت المرأة صالحة فإنه لا يظلمها بطاعة والده وتزوج منهم أخرى يقول ابن عباس فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله يعني رجع إبراهيم سافر مرة ثانية ورجع بعد فترة إلى ولده ثم أتاهم بعده فلم يجده أيضا قدر الله أن لا يجد إسماعيل أيضا فدخل على امرأتي فسألها عنه فقالت خرج يبثغي لنا قال كيف أنتم وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله جل وعلا فقال ما طعمكم قالت اللحم قال فما شرابكم قالت الماء قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء وإلى اليوم استجاب الله لإبراهيم الآن أي إنسان يعني عليه دم وين يذبح لفقراء مكة أي خطأ في النسوك أو ما شابه ذلك من الأشياء التي تلزم الدم إنما يذبح لفقراء مكة وإذاك اللحم لا ينقطع عن أهل مكة إلى اليوم لا ينقطع عنهم اللحم والماء كذلك ترون زمزم يأتينا إلى هنا وإلى كل بلاد الدنيا فدعا لهم بالبركة لللحم والماء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يوم إذ حب ما عندهم حبوب بقول وغيرها ما في حبوب ما في زراعة مكة أرض جدباء ما في زراعة يقول ولو كان لهم دعا لهم فيه يعني لو قالت طعامنا اللحم والباق الله اللحم والفاصولية اللحم والشعير اللحم وقامح ما شابه ذلك من الحبوب لدعا لهم أيضا لكن لم يكن موجودا لذلك لم يدعو لهم إبراهيم صلى الله وسلم عليه فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه يعني لو كان في غير مكة والإنسان بس لحم وماء يتضرر يتعب لكن أهل مكة لو لحم وماء يبارك الله تبارك وتعالى فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال لها فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا بخير قال أوصاك بشيء قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك قال ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك ثم لبث عنهم ما شاء الله والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عن أبينا محمد إبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة نبذة عن بناء الكعبة عبر التاريخ ثم خرابها آخر الزمن نبذة عن مقام إبراهيم عليه السلام الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين وخالق الخلق أجمعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم يبري نبلا يعني يجهزها يجعلها مدببة عند دوحة يعني تحت شجرة عند زمزم فلما رأاه أي لما رأى إسماعيل أباه إبراهيم هذه أي زيارة لإبراهيم الآن إلى مكة الرابعة الأولى لما قال أسكنت من ذرية بواد غريد الزرع والثانية لما طلق الأولى والثانية لما ثبت الثانية وهذه أيش الزيارة الرابعة يقول فلما رأاه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد أدلكم أن تتصوروا كيف فعل إسماعيل بأبيه وكيف فعل إبراهيم بولده قبله عظمه قبل يده قبل بين عينيه المهم أنه أكرم والده ثم قال أي إبراهيم يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال فاصنع ما أمرك ربك أليس هو الذي استجاب لأمير ربه بالدبح ألا يستجيب بما هو غيره قال يا أبتي افعل ما يأمرك به ربك دبح مرة ثانية ما في مشكلة افعل ما أمرك به ربك قال وتعينني يعني على هذا الأمر قال أعينك على هذا الأمر قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفع كوم تراب مرتفع على ما حولها فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني له مقام إبراهيم جعله إسماعيل لأبيه فصعد عليه إبراهيم وإسماعيل يعطيه الحجارة وهو يبني وإسماعيل ناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإذ يربع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وهكذا بنى إبراهيم وإسماعيل بيت الله تبارك وتعالى وهنا مسألة هل البيت كان موجودا قبل إبراهيم أو أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو أول من بنى هذا البيت هناك قول بأن البيت كان موجودا زمن آدم صلى الله عليه وسلم وأن سفينة نوح طافت حول البيت وأن الأنبياء قبل إبراهيم كانوا يحجون إلى هذا البيت ولكن ليس في هذا كله شيء ثابت في الكتاب أو في السنة كلها روايات بني إسرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بأون فقال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم أيضا فنحن لا نصدق ولا نكذب ولكن ظاهر النصوص أن إبراهيم هو أول من بنى هذا البيت فمن هذه النصوص قول إبراهيم الآن الذي مر بنا وقوله لولده إسماعيل إن الله أمر أن أبنيها هنا بيتا ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن أب ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضع في الأرض فقال هو مكة بيت الله الحرام قال والثاني قال بيت المغنس المسجد الأقصى الأول المسجد الحرام الثاني المسجد الأقصى طيب هذا يدل على أنه بناء إبراهيم قد يكون الأول وبناه آدم لكن الحديث لم ينتهي قال له كم بينهما أي من السنين قال أربعون سنة أربعون سنة بين بناء المسجد الحرام وبين بناء المسجد الأقصى والمعلوم باتفاق أن الذي بنى المسجد الأقصى هو يعقوب صلى الله عليه وسلم حفيده إبراهيم فإبراهيم ولده إسحاق ولده إسحاق يعقوب ويعقوب هو الذي بنى المسجد الأقصى إذن أول بيت وضع وأول بيت بني هو المسجد الحرام وأول من بناء الظاهر والله العالم هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأما استدلال بعضهم بقول الله يرفع إبراهيم القواعد لا يدل أبداً أن القواعد كانت موجودة لكن وضعها ورفعها صلوات الله وسلامه عليه فليس فيه أن البيت كان موجوداً قبل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وأما دعاء إبراهيم إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم هذا يؤخذ منه أن البيت كان موجوداً قبل ذلك ولكن أيضاً حمله بعض أهل العلم على أنه عند بيتك المحرم الذي سأبنيه لكه فإن الله يكون قد أمر إبراهيم ببناء البيت من مدة ولكن لم يأتي وقت البنيان حتى جاء الوقت الذي كبر فيه إسماعيل فجاء إليه إبراهيم وقال الآن نبني البيت فيكون عند بيتك المحرم الذي أمرتني أن أبنيه لك لا عند بيتك المحرم الموجود ولذلك لما ترك إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هاجر وابنها لم يكن البيت موجوداً في ذلك الوقت فظاهر الله العالم أن البيت إنما بناه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه قصة بناء البيت بناه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كما قلنا وساعده ولده إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه ولما ارتفع البنيان لم يكن إبراهيم يطول بعد ذلك فوضع له الحجر يصعد عليه وهو ما يقال له الآن بمقام إبراهيم واتخذ من مقام إبراهيم مصلى مقام إبراهيم أي المكان الذي قام عليه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هذا البيت استمر مدة طويلة ثم بعد ذلك جاءته السيول ومع طول المدة فتهدم منه شيء كثير وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم تهدم شيء كثير من البيت فاجتمع أهل مكة وقالوا نهدمه أو نرممه يعني نهدمه نبنيه من جديد أو نرمم البيت على قولي فقال بعضهم نهدمه ونبنيه من جديد وقال أكثرهم بل نرممه لما؟ لأنهم خافوا إذا هدموا البيت أن يرسل الله عليهم الطير الأبابيل كما أرسلها على أبره وأتباعه لما أرادوا هدم البيت فقالوا نخشى إذا أردنا أن نهدمه أن يرسل الله علينا الطير الأبابيل فنهلك نتركه يرمم ويبقى على ما هو عليه وقال آخرون له ذاك جاء ليهدمه عدوانا ونحن نريد أن نبنيه من جديد إذا النية اختلفت النية اختلفت شتان بين من أراد أن يهدم البيت احتقارا له وبين من أراد أن يهدم البيت ليعيد بناءه بناء سليما فقالوا والله لا نفعل يخشون على أنفسهم أن يعذبهم الله تبارك وتعالى حتى قال قائلهم أرأيتم لو كان بيتا لأحدكم أيرضى أن يرممه أو يهدمه يبنيه من جديد قالوا بل يهدمه قالوا بيت الله أو لا وكان القائل كما ذكر هو الوليد بن المغيرة والد خالد فتنعوا برأيه وقالوا طيب نهدم ولكن ابدأ أنت أن تهدم أول واحد حتى إذا وقع شيء يقع عليك طالما أنت صاحب الفكرة قال نعم فجاء ومعه الفأس واقترب من البيت وأراد أن يضرب وقال اللهم لن ترعه يعني لا تخاف يا رب يعني إنما نريد الحسنة وكذا يقول لا تخاف يا رب جهل وإذاك الله تبارك وتعال ماذا قال قال إنما يخشى الله من عباده من العلماء فكلما ازداد الإنسان علما بالله ازداد له خشية وكلما ازداد الإنسان جهلا بالله ازداد له جهلا وفعلا مخلا فهذا الرجل لأنه جاهل بالله تبارك وتعالى ولا يعرف لله قدره وذق الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى فهذا يأتي ويهدم يقول اللهم لن ترعي لا تخاف ثم ضرب فلم يحصل له شيء فقال اهدموا فإني لم أصب قال لا حتى تنام الليلة وتصبح من الغد ونراك سليما صحيحا بعد ذلك نهدم يمكن الله خاشه لك ليلة ليلة ما ندري عنه اصبر إلى غد فصبروا فلما جاء الغد وإذا الرجل كما هو لم يصب بأداء فقالوا إذا نهدم فهدموا البيت هدموا البيت الآن يريدون أن يبنوه من جديد القواعد موجودة للأسس فلما أرادوا أن يبنوا من جديد وإذا الأموال لا تكفي لأنهم قرروا أن يبنوا البيت من مال حلال لا يدخل فيه مهر بغي مار زانية ولا مال ربا ولا مال إمار ولا مال مسروق إذن يعرفون الحلال من الحرام يعرفون الحلال من الحرام قالوا لا نجعل فيه إلا مالا حلالا ولكن المال الحلال قليلا فبنوا البيت ولم يكملوه فلما لم يكملوه وضعوا ما يسمى بالحجر الذي يسميه العام حجر إسماعيل وليس حجر إسماعيل ما لا شغل فيه ما يعرف إسماعيل عزوز السلام إسماعيل لا يعرف الحجر البيت كان مستطيلا إلى الحجر فهم ماذا فعلوا استطاع كفة أموالهم للبناء إلى هنا مثلا إلى هذا المكان بنوا إلى هنا هذا المكان لم تكفي أموالهم لبنائهم فبنوا إلى هنا وعملوا هذا القوس الحجر ليبينوا أن هذا علامة أن هذا المكان من البيت ولكننا لم نستطع أن نكمله فوضعوا هذه العلامة وإذاك إذا جئت تطوف من أين تطوف إذا طفت من داخل هذا الحجر لا يصح طوافك لأن المطلوب تطوف حول البيت لا داخل البيت وإذاك من صلى هنا يعتبر صلى داخل البيت وإذاك لما سألت عائشة النبي أن تصلي داخل البيت قال صلي في الحجر فإنه من البيت جعلوا هذا الحجر أعوام من ناس الآن ماذا يسمونه حجر إسماعيل مع أن إسماعيل لا يعرفه ولم يره ولا صنعه وإنما من صنعه قريش ذهبت الأيام والليالي والسنون حتى فتح الله مكة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل هذه الزيادة لكن إذا أراد أن يكمل هذه الزيادة ماذا سيهدم هذه الجهة التي إلى الشام والعراق الركن الشامي والركن العراقي اللي فيها الميزاب فأراد أن يهدم ويوسع الكعبة إلى قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم لكنه خشي خشية ماذا؟ خشية أن يتكلم الناس فيه ماذا يقولون؟ يقولون هذا محمد الذي يدعي أنه يعظم البيت أول ما فتح مكة هدم البيت فسيتكلمون فيه صلى الله عليه وسلم لذلك آثر أن لا يهدم حتى تستقر الأمور وأيضا لقلة النفقة ما زالت النفقة غليلة فترك هدم البيت وبنائه على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم وذهبت الأيام وجاءت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية ويزيد ومعاوية حتى جاءت خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما الله بن الزبير لما جاءت خلافته قال لحظة أريد أن أكمل البيت إلى قواعد إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم منعه ماذا؟ حداثة القوم بالجاهلية أنه يستكلمون محمد هدم وكذا وما عنده فلوس أنا الآن ما أخشأ أحدا وعندي فلوس فأريد أن أكمل بناء البيت وهذه قصة عبد الله بن الزبير مع البيت يقول عطاء لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم يعني على أهل الشام فلما صدر الناس قال أي عبد الله بن الزبير يقول للناس أيها الناس أشيروا علي في الكعبة عبد الله بن الزبير حكم لمدة تسع سنوات من أربع وستين عند موت يزيد إلى ثلاث وسبعين عند مقتله رضي الله عنه فقال أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقذها ثم أبني بناءها أنا أرى ذلك أنقذها ثم أبني بناءها مرة ثانية على قواعد إبراهيم أو أصلح ما وهي منها ما رأيكم هل أنقذها أم أصلحها قال ابن عباس فإني قد فرق لي رأي فيها أنا لي رأي ابن عباس يقول له قال قل قال أرى أن تصلح ما وهي منها لا تنقذها لأن كفار مكة ماذا فعلوا قلنا قصروا في البنيان صحيح ولا لا وفعلوا أشياء أخرى كذلك الكعبة كان لها بابان باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه جعلوا لها بابا واحدا الباب كان ملتصقا في الأرض رفعوه عن الأرض عبد الله بن الزبير الآن يريد أن يعيدها كما كانت زمن إبراهيم يكملها يجعل لها بابين ينزلها إلى الأرض قال ابن عباس أرى أن تصلح ما وهي منها لا تهدم وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن تترك فقال ابن الزبير لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدده لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدده فكيف بيت ربكم ما تقبلون أن أجدده إني مستخير ربي ثلاثا أنا سأستخير ثلاثة أيام سأستخير ذاك الإنسان إذا أراد أن يقدم عشبه إنه يستخير الله تبارك وتعال قال فإني مستخير ثلاثا أي ثلاثة أيام وشوف دروي بعد ذلك يقول فإني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء أيضا خافوا أن ينزل أمر من السماء قال حتى صعده رجل فألقى منه حجارة صعد واحد يعني كلناس خايفة أقام واحد منهم تجرأ وصعد وألقى حجارة من الكعبة فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض يعني مسحوا الكعبة إلى الأرض قال فجعل ابن الزبير أعمده يعني جعل لها أعمده على قواعد إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فستر عليها الستور أي جعل الستور ويقال أن عبد الله أول من جعل الستور على الكعبة فجعل لها الستور حتى ارتفع بناءه ارتفع بناء الكعبة ثم قال ابن الزبير إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمس أذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه إذا ليس كل الحجر من الكعبة وإنما خمسة أذرع فقط قال ابن الزبير فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس قال فزاد فيه خمس أذرع من الحجر دخلها في الكعبة حتى أبدأ أسا نظر الناس إليه وراهم أساس إبراهيم صلى الله وسلامه عليه وكان طول الكعبة ثمانية عشرة ذراعا فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله عشرة أذرع أي رفع البيت كذلك إلى أعلى عشرة أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه انتهى عمل عبدالله بن الزبير قتل عبدالله بن الزبير سنة كم؟ ثلاثة وسبعين من الهجرة على يد الحجاج بن يوسف الثقافي كما هو معلوم كتب الحجاج لما دخل مكة وقتل عبدالله بن الزبير شاف الكعبة ولم تغيرها زايدة إلى الحجر ما في حجر مرتفعة لها بابان بابها في الأرض اختلفة فأرسل الحجاج إلى عبدالله بن الزبير كبر الكعبة رفعها وعرضها جعلها بابين خلى الباب في الأرض تغيرت ترى الكعبة فأخبر عبدالله بن مروان هو الذي حارب عبدالله بن الزبير وقتل عبدالله بن الزبير في زمنه وصار هو الخليفة بعد عبدالله بن الزبير فيخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول يعني وراهم أثاث إبراهيم من أهل مكة فكتب إليه عبدالله إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء أما ما زاده من طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه يعني رده دم ورجع الحجر كما كان ورده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه الباب الثاني الذي فتحه سده فنقضه وأعاده إلى بنائه يعني الحجاج أعاده كما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الآن يعني ثم بعد ذلك وفد الحارث بن عبدالله على عبدالملك بن مروان في خلافة عبدالملك فقال عبدالملك ما أظن أبا خبيب يعني عبد الله بن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها يعني النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية قال الحارف بلى أنا سمعته منها أيضا أنا سمعته منها قال سمعتها تقول ماذا قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدى لقومك من بعد أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه أنا سمعته يقول له الحارف يقول فأراها قريبا من سبعة أذرع قال ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا ثم قال لها وهل تدرينا لما كان قومك رفعوا بابها قالت لا قال تعززا أن لا يدخلها إلا من أراده يعني قريش لأن رفعت الباب لماذا تعززا أن لا يدخل البيت إلا من أراده فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه حتى يرقاه يعني يصعد حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه وسقط يعني درج هذا حتى يدفعون من شاءه ويتركون من شاءه عند ذلك قال عبد الملك للحارث أنت سمعته تقول هذا قال نعم فنكس عبد الملك رأسه ساعة ومعه عصى ثم قال وددت أني تركته وما تحمل يعني لو أدري كنت تركته الآن هدمت بشكلة ثم ترك البيت حتى جاء زمن المهدي بعد أبي جعفر المنصور أو في عهد هارون الرشيد فلما جاء المهدي أو هارون الرشيد أرسل إلى الإمام مالك فقال يا أبا عبد الله تعالى نستشيرك قال ماذا؟ قال أهدم البيت وأعيده إلى قواعد إبراهيم مرة ثانية ما رأيك؟ فقال الإمام مالك أرى أن تدعه يعني على رأي ابن عباس أرى أن تدعه قال لماذا؟ قال أخشى أن يتخذها الملوك لعبة هذا يهدم وهذا يهدم يجل لي وراك يقول لا هارون رشيد غلطان اهدم ويتذهب هيبة البيت من قلوب الناس فترك إلى يومنا هارون الله إذن البيت الآن من حيث البنيان ناقص البنيان والحجر يعتبر خمسة أذرع منه من البيت وهذه الكعبة المشرفة التي بناها أبو الأنبياء إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة رجل من الحبشة سيأتي في يوم من الأيام ويخرب بيت الله العظيم وذلك بعد وفاة عيسى صلوات الله وسلامه عليه بعد أن ينزل وقيل قبل ذلك والعلم عند الله جل وعلا ولكن المشهور أنه يكون بعد عيسى حيث لا يكون بعد ذلك حج حتى تقوم الساعة على شرار الخلق ولما فتح الله تبارك وتعالى مكة على نبيه محمد صلى الله عليه عليه وسلم وذلك في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان دخل صلوات الله وسلامه عليه الكعبة فرأى فيها العجب وذلك أنه رأى في الكعبة الصورة فلم يدخل حتى محيت وكان مما رأى من الصور صورة نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل بأيديهما الأزلام يستقسمان بهما أي الأعواد التي كانت تستقسم بها أهل الجاهلية زعموا كذبا وزورا أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ولده إسماعيل كان يستقسمان بالأزلام فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتلهم الله أي لعنهم يعني الذين رسموا هذه الصورة لإبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام قال قاتلهم الله والله إن يستقسم بالأزلام قط إن هنا نافية يعني لم يستقسم بالأزلام قط وهي كمثل قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إن استطاعوا يعني ولن يستطيعوا فإن هنا بمعنى لن فهي نافية وكذلك هنا إن يستقسم أي لم يستقسم فهي نافية فلم يستقسم إبراهيم ولا إسماعيل ولا غيرهما من الأنبياء بالأزلام قط كيف وقد أخبر الله تبارك وتعالى في قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فكيف يقع الرجس من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهم الذين عصمهم الله واختارهم وقال الله أعلم حيث يجعلوا رسالته ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل إلى السماء كما في المعراج رأى نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه مسنداً ظهره إلى البيت المعمور لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه مقام معروف يقال له مقام إبراهيم هذا المقام مقام إبراهيم قيل مقام إبراهيم أي ما أقامه إبراهيم من الحج فمقام إبراهيم عرفه ومقام إبراهيم مزدلفه ومقام إبراهيم الجمرات ومقام إبراهيم الحرم فمقام إبراهيم أي ما أقامه إبراهيم من مناسك الحج صلوات الله وسلامه عليه وذهب الأكثر إلى أن المقصود من مقام إبراهيم هذا الذي يصلي خلفه الناس الذي هو ملاصق بالكعبة الذي فيه خطوة يقول الناس إنها خطوة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أثر قدم قالوا هذا مقام إبراهيم وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاثة أمور قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب قال عمر وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وأخبر قتادته رضي الله عنه ورحمه وهو من أئمة التابعين قال عن المقام إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه وذلك أن بعض الجهلة كانوا يأتون إلى المقام ويمسحونه فقال إنما أمروا أن يصلوا خلفه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال ولم يؤمروا بمسحه ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها ثم قال أهل العلم كابن كثير وغيره نقلا عن بعض السلف ونقل حتى عن أنس رضي الله عنه أن آثار قدم إبراهيم كانت واضحا فكان أثر قدمه واضحا وأثر أصابعه واضحا وأثر عقبه واضحا يقول فما زال الناس يتمسحون به حتى خفي ذلك الأثر وكان هذا المقام ملصقا بالكعبة ملاصقا للكعبة فلما كان عمر أي في أيام خلافته أعاد المقام حتى يرتاح المصلون من الطائفين ويرتاح الطائفون من المصلين وهو في الأصل هذا المقام كان ملتصقا بالكعبة ثم أخره عمر إلى المكان الذي نراه اليوم هذه القدم التي نراها كما قلنا ذكر قتاد أنه إخلولق وامحى إخلولق وامحى أي تأثر من كثرة مسح الناس له وإذا قال شاعرهم وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل وموطي إبراهيم في الصخ رطبة على قدميه حافيا غير ناعل قال الله جل وعلا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّ وكل القراءتين ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب وأرضى والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته حوادث وقص حصلت لإبراهيم ضيوف إبراهيم كرم إبراهيم وجوده صفاته الخلقية صحف إبراهيم فوائد من هذه القصص الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد بقي من حوادث أو قصص نبي الله إبراهيم أمور نذكرها قال الله تبارك وتعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربهم إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ضيوف غربا دخلوا على إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه رآهم استغربهم قوم منكرون ولكن لم يمنعه هذا من أن يذهب إلى أهله ويأتيهم بعجل سمين وقربه إليهم ليأكلوا فلم يأكلوا فتعجب منهم صلوات الله وسلامه عليه فأخبروه بأنهم ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى وذلك أن الملائكة خلقوا من نور خلق الله الملائكة من نور وجعل الله لهم القدرة على التشكل تتشكل الملائكة على صورة الآدميين كما تشكل جبريم على صورة رجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وهنا تشكلت الملائكة لإبراهيم على صورة بشر وتشكلت الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام على صورة بشر وتشكل ملك الموت لموسى على صورة بشر وهكذا تتشكل الملائكة كيف شاءت فتشكلت الملائكة لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه على صورة بشر ودخلوا عليه وقام بإكرامهم كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية هذه الآية التي قرأناها هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين يقول في هذه الآية مدح من الله جل وعلا لإبراهيم من أوجه لننظر إلى هذه الأوجه قال أولا وصف ضيوفه بأكرم وصف فقال الله جل وعلا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذن ضيوف إبراهيم كانوا مكرمين إما من قول الله تبارك وتعالى بل عباد مكرمون أي عن الملائكة أو وصفهم بمكرمين أي بما قام به إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه من الإكرام لهم ثانيا قال في قوله إذ دخلوا عليه دخلوا عليه قال ولم يذكر لهم استئذانا ما قال استأذنوا عليه وإنما قال دخلوا عليه قال ابن القيم مما يدل على أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كان مضيافا وكان بيته مفتوحا للضيوف ولذلك دخلوا على إبراهيم لمكان الضيوف ثالثا هم قالوا له سلاما فقال لهم سلام فقولهم سلاما بالنصب جملة فعلية كما يقول أهل العلم تدل على التجدد والحداثة يعني تحدث هذا الأمر فيما يصير جديدا أما إبراهيم صلوات الله وسلاما فقال سلام وهذه جملة اسمية والجملة الاسمية تدل على الثبوت فقوله سلام أعبر من قولهم سلاما فأكرمهم حتى في رد السلام صلوات الله وسلامه عليه ثم كذلك يقول الله تبارك وتعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين والروغان هو الذهاب بسرعة وخفية حتى لا يزعج ضيوفه صلوات الله وسلامه عليه راغ إلى أهله بسرعة وخفية صلوات الله وسلامه عليه ثم كذلك ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة فراغ إلى أهله فجاء مباشرة ما قال ثم جاء بعجل سمين مما يدل على أن الضيافة كانت عنده جاهزة صلوات الله وسلامه عليه وذلك لكثرة دخول الضيوف عليه وإنما هو استغرب أشكالهم صلوات الله وسلامه عليه حيث إنهم ليسوا من أهل بلده ولعلهم جاءوه بصورة جميلة كما هي حال الملائكة إذا تشكلوا إنما يتشكلون بأجمل صورة كذلك جاءهم بعجل وعجل سمين من كرم الضيافة ولذلك من كرم الضيافة أن تكرم ضيفك إذا جاءك ضيف من السنة أن تكرمه ولذلك ذكر أن رجلا أضاف رجلا قال أدعوك إلى منزلي قال بثلاثة شروط أقبل بثلاثة شروط قال ما هي قال لا تخون ولا تجور ولا تتكلف قال قبلت ولكن اشرحها لي ما عندي مانع اشرح لي هذا الكلام وأنا قابل قال لا تتكلف ما ليس عندك قال لك هذا قال ولا تخون فتخفي عني ما عندك أكرمني تريد تضيفني أكرمني قال لك هذا قال ولا تجور فتعطيني طعام أولادك تظلمهم لأجلي قال لك هذا وهكذا يجبع الإنسان إذا جاءك ضيف عليك أن لا تتكلف ولا تجور فتظلم غيره لأجله ولا تخون فتخفي عنه جميل طعامك وجميل إحسانك فتكون هذه فيها شيء من الإهانة لهذا الضيف ولذلك إبراهيم صلوات الله وسلامه عن لما جاءه الضيوف جاء بعجل وعجل سمين عجل سمين حنين أي مشوي جاءه بهم صلوات الله وسلامه عليه ثم قوله جاءه بعجل سمين يعني بنفسه ولم يقل إيتنا بعجل لا أكرمهم بنفسه تحرك بنفسه صلوات الله وسلامه عليه ثم كذلك جاء بالعجل كاملا ما جاء بفخذ أو راقب أو يد أو رأس وإنما جاء بالعجل كله وضعه أمامهم صلوات الله وسلامه عليه ثم كذلك قربه أي بنفسه كذلك وأيضا قربه ولم يقربهم لم يقل لهم تفضلوا وإنما جاء وضعه أمامهم لشدة إكرامه لهم حتى لم يكلفهم بالقيام من مكانهم بل جاء به وضعه أمامهم صلوات الله وسلامه عليه ثم كذلك لما وضعه أمامهم قال ألا تأكلون وهذا من التلطف مع الضيف ولم يقل لهم كلوا يأمرهم أمرا ينزرهم نزرا وإنما قال ألا تأكلون يتلطف معهم صلوات الله وسلامه عليه ثم إنه خافهم صلوات الله وسلامه عليه ولكنه لم يظهر لهم هذا الخوف أيضا هذا من أدبه مع ضيوفه صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة الختان وهو للرجل والمرأة وهو قطع رأس الفرج بالنسبة للمرأة ورأس الذكر بالنسبة للرجل أما المرأة فيأخذ منه شيء يسير وأما الرجل فيأخذ القلفة التي تكون فوق رأسه الذكر بالنسبة للرجل الجمهور على أنه سنة مؤكدة وذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب وأما بالنسبة للنساء فهو مكرمة إن شاءت فعلت وإن شاءت تركت إبراهيم صلوات الله وسلامه اختتن وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم القدوم منطقة في بلاد الشام أي اختتن وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم أي في منطقة القدوم في الشام وقرئت بالقدوم بفتح الدال بدون شدة يعني القدوم والقدوم القدوم منطقة كما قلنا في الشام والقدوم هو الفأس يشبه الفأس يعني اختتنا بهذه الآلة والتي تشبه الفأس يقال لها القدوم الناس سمونه قدوم وصح إنه قدوم بالسكون وهو ما يشبه الفأس وسواء اختتنا بالقدوم أي في بلاد القدوم أو اختتنا بالقدوم وهو آلة النجارة التي تقطع بها الأشجار وغيرها المهم أنه اختتن وهو ابن ثمانين سنة صلوات الله وسلامه عليه صفة إبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفته أتاني الليلة آتيان فأتياني على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهذا أخرجه البخاري في صحيحه وكذا اختتان إبراهيم في الصحيحين في البخاري ومسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أيضا أنه أشبه الناس بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وذلك أنه شبه موسى وشبه عيسى فلما قيل له صف لنا إبراهيم قال أشبهكم به صاحبكم يعني نفسه صلوات الله وسلامه عليه وقعت قصة ثانية لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه قال الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم رب أرني كيف تحيي الموتى سؤال من إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه سأل ربه جل وعلا مسألة وهي أن يريه كيف يحيي الموتى قال أولم تؤمن أني أحيي الموتى قال بلى وهذا السؤال من الله لا على الاستفهام لأن الله تبارك وتعالى ما اختار إبراهيم إلا على علم ومدحه الله مدحا لا يكاد يوصف في كتابه العزيز وأمر باتباع من التي في أكثر من آية واتبعوا ملة إبراهيم حنيفة فالله تبارك وتعالى سأله قال أولم تؤمن يا إبراهيم ألست آمنت وانتهى الأمر قال بلى يا رب ولكن أردت شيئا آخر ماذا تريد يا إبراهيم ليطمئن قلبي ليطمئن قلبي قال أهل العلم أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين من علم اليقين إلى عين اليقين كما قال الله تبارك وتعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين هذا إيمان قلبي لترون الجحيم أي في قلوبكم وتعرفون صفتها وتؤمنون بوجودها لترون الجحيم ثم لترونها يومئذ عين اليقين إذن هناك علم وهناك عين علم قلبي ونظر عيني أراد إبراهيم صلوات الله وسلامها أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين كما قال موسى صلوات الله وسلامها ربي أرني أنظر إليك أراد أن ينتقل كذلك من مخاطبة ربه تبارك وتعالى إلى رؤية ربه جل وعلا ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى وهذا دفاع من النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه إبراهيم أنه لم يشك يعني يقول لو كان شك نحن أحق بالشك فطالما نحن لم نشك إذن هو أيضا لم يشك صلوات الله وسلامه والمسألة واضحة أن سؤال إبراهيم لم يكن عن شك بدليل أنه سأل عن الكيف ولم يسأل عن القدرة لم يقل يا رب هل تستطيع أن تحيي الموتى وما شك في قدرة الله ولكن سأل عن الكيفية فقال أرني كيف تحيي الموتى يعني أنت تحيي الموتى ويؤمن بهذا أن ربه يحيي الموتى ولكن أراد أن ينتقل إلى رؤية هذا فقال أرني كيف فهو أراد أن يعرف الكيفية ولم يكن شك من إبراهيم صلى الله وسلم عليه في حقيقة هذا الأمر من الله جل وعلا وقارن بين قول إبراهيم صلى الله وسلم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن أردت أن يطلئنا قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إلي جاوبه الله على ما كان لكن ننظر إلى قولي الحواريين لما قالوا لعيسى صلى الله وسلم عليه إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين هذا هو السؤال هنا الشك قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ماذا قال الله جل وعين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم تهدي وعين من الله تبارك وتعالى فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين إذا الفرق بين جواب الله للحواريين وبين جواب الله لإبراهيم استجاب لإبراهيم وهدن الحواريين فدل هذا على أن سؤال الحواريين كان مرفوضا لأنهم قالوا هل يستطيع ربه وسؤال إبراهيم كان مقبولا لأنه قال أريني كيف تحيي الموتة إذن هذا سؤال إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بربه جل وعلا أريني كيف تحيي الموتة قال خذ أربعة من الطير ما هي هذه الطيور لا يعلم ولا فائدة من علمها أنواع هذه الطيور لا تعلم ولا فائدة من معرفتها لأنه لو كان ثمة فائدة من معرفتها ذكرها الله لنا المهم العبرة المهم العبرة قال خذ أربعة من الطير من الطير يعني أي طير فصر هنا إليك أي جمعهن ثم قطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا أكثر من جبل ضع جزءا من هذا الطائر على هذا الجبل وجزء في ذاك الجبل وكذلك الطائر الآخر وهكذا فرع هذه الأجزاء على هذه الجبل ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعوهن ادعو هذه الطيور يأتي لك سعيا يعني يعيد الله خلق هذه الطيور مرة أخرى سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون انتهى الأمر بالنسبة لله جل وعلا هذا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ماذا أعطاه الله تبارك وتعالى من الكتب المعروف أنها الصحف صحف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ما هي هذه الصحف وماذا فيها ماذا مكتوب في صحف إبراهيم قال الله جل وعلا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفا الآن يأتينا ذكر ما في هذه هذا في صحف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كذلك جاء في صحف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لك الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إذن أخبرنا الله تبارك وتعالى عن بعض ما في صحف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وليس عن كل ما في صحف إبراهيم هذه تقريبا حوادث قصص نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ونخرج من هذه القصص بفوائد جمة أنبه على بعضها منها أولا أننا مأمورون باتباع إبراهيم أمرا خاصا ملة أبيكم إبراهيم كما قال الله تبارك وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وذلك مما هو عليه من التوحيد والأصول والعقائد والأخلاق ولم يستثن الله جل وعلا شيئا أبدا لك في إبراهيم أسوة حسنة ثم قال إلا في شيء واحد فقط إلا في شيء واحد إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك هذه ليس لكم فيها أسوة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إلا في هذه إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك هذه ليست لكم فيها أسوة حسنة لماذا؟ لأن هذا نسخ منع كان مأذونا لإبراهيم صلوات الله وسلامه أن يستغفر لأبيه ثم منعه الله تبارك وتعالى من ذلك طيب الله جل وعلا بما رفع إبراهيم رفعه بالعلم رفعه بالعلم واليقين وقوة الحجج كما هو ظاهر علم يقين ثقة بالله جل وعلا كما مر بنا في أمر الله له بقتل ولده في وقوفه في وجه مدعي الألوهية في دعوته لأبيه وقومه في تكسيره للأصنام قوة يقين حجج فراهين هذا هو إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ثم كذلك ما في قصة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه من آداب المناظرة أدب في المناظرة لما ناظره الرجل الذي يدعي الألوهية قال أنا أحيي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ثم كذلك أن من نعمة الله تبارك وتعالى على عبده أن يلهمه شكر هذه النعم وإذا قال إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحق فالإنسان إذا أنعم الله عليه يتذكر هذه النعمة ويقتدي بنبي الله إبراهيم فيحمد الله جل وعلا على ما ينعم عليه به كذلك أن أفضل الوصايا ما وصى بها إبراهيم بنيه وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيه كذلك كرم الضيافة وهو ما وقع لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه مشروعية السلام لما دخلت الملائكة على إبراهيم قالوا سلامك قال سلام فالسلام مشروع بل مستحب الإنسان يبدأ أخاه بالسلام كذلك بيان إكرام الله لأوليائه لما وهب إبراهيم وساره ولدا على الكبر وهذا من نعمة الله جل وعلا كما وهبهما إسحاق وهب إبراهيم كذلك إسماعيل من أمته هاجر التأمل في الكون يهدي الإنسان إلى ربه جل وعلا إلى وجود خالة كما قال الأعرابي سماء ذات أبراج أرض ذات فجاج بحار ذات أمواد ألا تدل على اللطيف الخبير كذلك إبراهيم صلوات الله وسلام لما ناظر قومه لما رأى النجم قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآف فلما رأى القمر قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآف فلما رأى الشمس قال هذا ربي فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون نظر في الكون يهدي الإنسان إلى ربه جل وعلا كذلك الهجرة إنسان إذا أوذي في سبيل الله ولم يستطع أن يظهر دينه فله أن يهاجر إسوة بنبي الله إبراهيم بل وبأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا كذلك لابد من الثقة بنصر الله وإن طال الأمد مهما طال لابد تكون عندك ثقة بنصر الله جل وعلا إبراهيم ألقي في النار ويقول حسبي الله ونعم الوكيل وجاء النص من الله جل وعلا وجاء التأييد من الله سبحانه وتعالى كذلك المسلم إذا أراد أن يناظر لابد أن تكون عنده حجة لابد أن يكون عنده برهان ليس لكل أحد أن يناظر بدون حجة وبدون برهان بل استعد لحجتك وبرهانك بالعل ثم ناظر من شئت بعد ذلك من يتق الله يجعل له مخرجا كما فعل الله تبارك وتعالى بأم إسماعيل لما جعلهما إبراهيم صلى الله عليه وسلم في مكة قالت إلى من تتركنا ما رد عليه ثم قالت الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذا لا يضيعنا ثقة بالله جل وعلا وما ضيعه سبحانه وتعالى كذلك رؤية الأنبياء حق لما رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ولده طبق هذا ونفذه واستجاب ولده إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه كذلك من الفوائد أن الابتلاء والامتحان والاختبار من الله جل وعلا ليس المقصود منه هو المشق والإيذاء وإنما كما قال الله تبارك وتعالى ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إذن الاختبار ليس للمشقة ليس للأذى وإنما حتى يعلم الله تبارك وتعالى الصابرين حتى يعلم الله الصادقين سبحانه وتعالى ثم كذلك من الفوائد أن نعلم أن الأنبياء هم أشد الناس بلاء صوروا هذه البلاءات التي أصيب بها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أمر الله له بذبح ولده إرادة الملك الاعتداء على زوجته قذفه في النار صلوات الله وسلامه عليه تهديد والده له هجرته من بلده تركه لولده وأمه يعني أم الولد في مكة لوحدهما بواد غير لزرع كل هذه الابتلاءات وغيرها التي وقعت لإبراهيم صلوات الله وسلامه تدل دلالة قطعية على أن الأنبياء أشد الناس بلاء وإذا أحب الله امرأ ابتله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبركة على نبينا محمد شكرا